اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن القانون وصل لمرحلاء متقدمة جدا لم تكن من قبل هذا من جانب بشكل عام بالنسبة للمسلمين من 1400 سنة هذه الشريعة الإسلامية هي نفسها من أول 1400 سنة إلى يوم الشريعة الإسلامية شريعة ثابتة من حيث الأساس والمبادئ الأساسية من الشريعة والعقائد وأشياء مهمة ما يخص حياة الناس وتطور الناس وأي شيء تطور الحياة فالشرع الإسلامي تواكب ولهذا أنتم تعرفون القانون أن القانون النوع القانون في العالم قانوني القانون المرن وقانون جامد القانون الجامد صعب تغييره مثل القانون الفرنسي والدول اللي يتبع هذا النظام القانون المرن مثل القانون البريطاني ومن يتبع هذا القانون القانون المرن عبارة أساسه بالعرف مثلا العرف والعادة والإنسانية عندما يعمل شيء أو تحدث أي شيء جديد في حياة الناس أو يتعود الناس على سلوك جديد بإضطراد وبشكل حتى يصل الناس إلى قناع أن هذا الطريقة وهذا الأسلوب وهذا العادات هي الشيء المهم في حياة الناس تتحول إلى قانون تتشرع عن طريق المقالية الشريعية وتصير تنزل القانون العرف والأساس هذا القانون المريم وسهل جدا أنه تغيير القانون في كل فترة بالنسبة للقانون الجامدة صعب يحتاج إلى جراحة مصعبة شوية ولكن التغيير وارد في كل النوعين بالنسبة للشريعة الإسلامية شريعة ثابتة قال الله تعالى مثلا وقال رسوله هذه أشياء معينة في أشياء لا تتغير وتبدل الصلاة والصيام والعبادات والعقيدة لا تتغير وتبدل هذا كل وفي أشياء تخص الناس يعني مصالح الناس الذي يوفر الناس الراحة الذي يحسن جلوب الحياة الذي هذا يتغير بالتغيير على أحسن مصلحة الناس فهذا بشكل عام طبعا في هذه المادة سوف نتعرف على طبيعة تاريخ القانون وأثره وأهميته في دراسة القانون وتطبيقه دراسة لهذه المادة تعرف كيف تدرج الناس من الصفر كانوا في حياة شبه حياة الحيوانات والقوي أكل الضعيف ولا قيمة المرأة ولا قيمة للناس ويعني يوصل الناس إلى مرحلة أنه يأخذ الإنسان الآخر بمجرد عنده له الدين أو لأنه أقوى منه يمتلكون فيما يمتلك الحيوان والبقرة وهكذا فتطور الناس يوصلوا إلى مرحلة غير عادية بالنسبة لما كان عليه من سابق طبعا هذه المادة تعرف الطالب مادة علم تاريخ القانون ومناهج تدريس القانون مناقشة النظرات الفلسفية النظريات الفلسفية متعلقة بالنشوهي وموقف علماء الشريع منها طبعا دراستنا في الجمهوري اليمنية أو في بلادنا في اليمن ندرس تاريخ القانون وندرس الشريع الإسلامي لأن الشريع هي مصدرية مع السلطات وجزء من حياة الناس حياة الناس عادتهم تقاليدهم محاكمهم مدارسهم كلها نابعا يعني بما يتفق مع الشريع الإسلامي وكان في مخالفات في فساد هذا شيء آخر لكن لا يوجد شخص يقول أو يحارب شريع إسلامي أو لا يقبلها أو أن هناك مدرسة أو جامعة أو محكمة أو قسم شرطة لا يعترف الشريع إسلامي أو لا يقع الشريع إسلامي هي المرجع طبعا في هذه المادة سوف يتم تتبع مراحل نشط القانون أسباب تطوره ووسائله وتدوينه وأشهر نظوم القانونية سواء اللي هي الأديان أو القانون وضع من صنع البشر تاريخ القانون اليمني سوف يتم تناوله أيضا اليمني القديم والوسيط والحديث وأهم من نظوم القانوني يمنى في إطار القانون العام الخاص طبعا أربع وحدات وكل وحدة تتكلم عن نظوم القانوني أولا الخاصائص القانون طبعا في كلام اللي يذكر هنا قد ذكرناه في دراسنا يدى مدخل دراسة القانون يتكرر نفس الكلام وفي كل المواد يتكرر نفس الكلام ولكن سوف نمر لأشياء اللي قد شرحت هنا سوف نمر عليها بشكل سريع بالنسبة للخصائص القانون يعتبر قواعد اجتماعية قواعد عامة وقردة قواعد ملزمة هذه الثلاثة الكلمات تافنها وتضل معك في راسك لأنه أنت لن دخلت في باب وبحر القانون قواعد اجتماعية فهو من علوم الاجتماع من علوم التي تنظم أو تسيير في هذا الجهن ليست معلم الطائرات أو الهندسة أو الطب علم اجتماع من علوم الاجتماع القانون أي شيء يخص المجتمع الناس وحياة الناس فالقانون هو الضابط واضط فيه كل القوانين في جوانب الحياة بشكل عام فقواعد الاجتماعية تنظم علاقة الأفراد في المجتمع فتحكم سلوكهم الخارجي أما ما يحكم السلوك الداخلي فهي الأديان والأخلاق قواعد عامة ومجردة عامة من حيث الأشخاص والأماكن والأزمان فهي تطبق في دولة معينة محددة الدولة هي التي تصر القانون بطريقة معينة بقراءات شكلية معينة ولها مقبوم أوضوعي أو المرجع الفكري لهذا القانون تلزم الدولة أفرادها في داخل قليمها كل دولة لها حدود ولها بشر تحت سيطرتها يحمل منفجنسيتها يطبق عليهم على الشخاص والأماكن والأزمان لا توجد دولة تطبق قانونها على دولة أخرى ولا تستطيع أن تطبق القانونك على أفرادك في دولة أخرى لأنه ليس القانون جزء من السيادة القواعد القانونية قواعد ملزمة ولهذا يفرض جزاء مادي عقوبة توقع السلطات على من يخالف قواعد القانون هل في سؤال أو شيء هنا في الثلاثة للخواس؟ قواعد اجتماعية، قواعد عامة مقردة، قواعد ملزمة الخصائص تحفظها مثل ما تحفظ اسمك أساسية مهمة جداً هو من علم الاجتماع عامة لكل الناس وكل أفراد لا يوجد قانون خاص يطبق على الناس وعلى الناس منطقة ما دام الناس خابعين تحت سلطة واحدة أو علم واحد القانون كله يطبق على كل الناس صغير وكبير وملزمة بحكم أنه إذا لم تجد سلطة تنزم الناس من تطبيق القانون الناس سوف يتهلتون وتحفظ مثل الفوضة فلابد من سلطة ما هي أهمية القانون وأساس إلزامية؟ هذه الإلزامية وأن الدولة اللي تلزم لابد من إذا تخلمنا نقول دولة أو نقول عن القانون أنه قاعد عامة ومقردة وهناك السلطة تلزم الأفراد باتباعهم ما هي أساس إلزامية القانون؟ يعني ما هو السبب أن تها معينات تلزم الآخرين بأنهم يقوموا بالإلتزام بهذا القانون؟ ما هو السبب؟ ما هو المرجع؟ ما هو الشيء اللي سنت عليه؟ طبعا القانون يحق نظام اجتماعي يحمي حمقه الأفراد ويحمي حمقه المجتمع ويعمل توازن بيننا ما هو حق الفرد وما هو حق المجتمع فترى أنه الملكية الفردية وحق الفرد وحقوقه وحرياته ومعك حقوق المجتمع وما هو خاص بالمجتمع المدرسة، المستشفى، الطريق، الصحة، الأمن، النظام، النظافة هذه أشياء عامة تهمه الكل الصغير والكبير وهناك الملكية الفردية وحق الشخص في حرياته والأساسية حقوقه وحرياته الأساسية فإذا تصادم حقوق الإنسان وحرياته مع الآخرين تقف وقال تقول تنتهي حرية الشخص عندما تتصادم مع حرية المجتمع ومتع حرية الآخرين فإذا كانت حرية الشخص أنا أريد أن أسمع الغنى وغني ورفع الصوت يجي وقت الليل ممنوع أنا أشتير تاع ألا من حقي ما حدر من الله هذا مجتمع يريد ننام وجعلنا الليلة سباتة وكل قواني العالم ممنوع الضوضاء في الليل لماذا حقك انتهى عندما يبدأ حق الآخرين؟ بهكذا إنسان يريد كما في الدول الغربية طبعاً نحن نتكلم في القانون لا نتكلم عن قضية نتكلم بشكل عام عن القانون ودراسة القانونية بشكل العام سواء في اليمن أو في أمريكا أو في إسرائيل في كل الدنيا هذا القانون خصائصه في كل عالم نفس الخصائص تدرس في كل مكان بنفس الطريقة بنفس هذه القواعد وبعدها في آخر كل كتاب في كل مادة في كل شعب في كل دولة يدرسوا الميزات الخاصة في قانونهم أو مرجعيتهم الفكرية أو الدينية ما هو أساس الزامية للقانون؟ هناك مذهب عن المذهب الأول أساس أنه الأساس الإرادي أساس إرادي في الإرادة والمشياء هي التي جعلتهم مجزماً أساس طبيعي ضروري غير إرادي فالإرادة التي جعلتهم مجزماً المذهب الثاني أنه طبيعي ضروري غير إرادي ما معنى أساس إرادي ومعنى أساس طبيعي؟ هذا سوف ندخل في الموضوع الأولى الرأي الأول قال أساس إرادي فالإرادة والمشياء هي الأساس هي الأساس وهي التي تلزم وهي السبب في إلزامية القانون وتفرض الإلزامية قال القانون صادر من هيئة عليا هي المشرق فالقانون مشيء هذا الرأي الأول وقال منقسم هذا أصحابه الرأي إلى قسمين الأول قال هناك هيئة حاكمة هي المشرق وهي التي تسنى القوانين والثاني قال هيئة محكومة هم الأفراد الخاضعين لهذا القانون ليس لهم إرادة في وجوده طبعا هذا رأي وهذه نظرية وهذا كلام طرف طرف الآخر سوف ينتقل هذا الطرف وينتقل هذا الرأي ويقول والبيوب كذا وثم نأتي إلى الترجمة في النهاية ما هو الرأي الأول والرأي الثاني وما هو السائد والذي مش عليه الناس فقالوا فهنا أصحابه الرأي أن الزمية القانون السبب هو أساس أنه أساس إرادي وأن الإرادة والمشيئة هي الأساس في الزمية القانون فلكن قالوا هناك هيئة حاكمة وهي محكومة ثم اختلفوا في تحديد المشرق من هو المشرق؟ من هو صاحب الإرادة في سن القوانين والتشريق؟ قالوا هنا رأي الرأي الأول أصحاب القوانين الدينية وهناك معك أصحاب القوانين الوضعية القوانين الدينية هم المسلمين اليهود النصارى البودين هؤلاء لهم مراجع الدينية أصحاب القوانين المرضية هم الذين يعتلون في الأديان وقانون سلطة مستقلة أو الذي يسمون المسلمين العلمانيين أو بهذا الشكل أصحاب القوانين الدينية قالوا القانون عندهم قوة غير منظورة وحي من الله سبحانه وتعالى كما عند المسلمين إذن هم قوة غير منظورة وحمن الله سبحانه وتعالى غير المسلمين من البودين والنصارى والدين المحرف واليهود يقولوا نفس الطريقة وأن المشرع قوة غير منظورة من هو؟ فكل دين على دين نحن عندنا في الإسلام المشرع والله عز وجل والحاكمين لله عز وجل أصحاب القوانين الوضعية قالوا هي هيئة بشرية سواء بصورة فرد أو جماعة سواء يكون الشخص الذي يصدر قانون شخص الدكتاتور ورئيس الدولة والملك أو كان صادرا من هيئة تأسيسية أو مجلس منتخب أو بأي طريقة المهم أنه صادر من البشر هذا الأصحاب القوانين الوضعية يعيب هذا الرأي الذي أن القانون أساس لإنزامه لإرادة المنشأة للقانون أنه أغفل جانب القوانين العرفية طبعا كما تكلمنا أن القانون هو عبارة كانت أعراق وعادات وتقاليد هذا المجتمع وتعودوا على أنه في الثيار يعملوا كذا في الزواج يعملوا كذا في عقوبة الزاني كذا في عقوبة المخالف كذا فهذه العراق والتقاليد وضعوها في سيغة قواعد قانونية ونزلت الناس وصارت قانون يعني العرف والأساس الذي أساس القانون من أين أتى أساس القانون من العرف فقالوا أصحاب رأي الأخير ديني نعيب من هذا الرأي قالوا كيف أنتم تقولون أن الإرادة المنشأة هي أساس الإنسانية في القانون والإرادة المنشأة فأين العرف؟ والعرف ليس إلزام ولا شيء هو تعاوف هو تعارف يتعارف عليه الناس وعرف يصير عند الناس محترم ويصل لمرحلة إلى إلزانية بسبب الناس احترموه وحبوا هذا النظام أو الطريقة الفلانية واعتقدوا أنها صحيحة وصارت ملزمة ويعيبون على من يخال فقالوا أين أصحاب العرف وأين العرف في نظريتكم؟ قالوا أيضا يصعب تطبيق هذا الرأي أن الإرادة المنزمة هي السبب للإلزام يصعب تطبيقه على القانون الدستوري والقانون الدستوري عبارة على قواعد في الدولة تنظم علاقة بين الحاكم والمحكوم فهي لا تلزم مصدر القانون في حالة الحاكم المصدر فقالوا لو أن الحاكم هو المصدر للحق هو الذي يصدر هو المشيئة مشيئته من يحكمه؟ هل الحاكم بلا سلطة سلطة فوقه؟ هل لا يجد عليه إرقابة؟ إذا كان هو إرادته المنشئة للقانون وهو الأساس فمن يتحكم به؟ وحتى لو كان حيئة أسيسية أو كذا قالوا كيف؟ من الذي يستطيع أن يلزم هذا المصدر الذي هو مصدر القانون؟ قالوا أيضاً أسجاء الثالث في قواعد القانون الدولي كل دولة حاكمة ومشرعة فلا تخضع كل دولة الأخرى يعني كل دولة لا تقبل أن تخضع لدولة ثانية فكل دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تحكم بقانون دولة أخرى ولا تملع لها دولة أخرى قوانينها وقواعدها أو تمشي بما تمجي عليه دولة أخرى فقالوا هذا إذن الثلاثة العيوب العيب الأول أن نقفل لجانب العرق العيب الثاني من ناحية الدستوري هو القانون الدستوري عندما يسلوه الحاكم فمن رقيب على الحاكم ومن يلزم الحاكم إذا أخطأ أو أسرق في حق المنتمع قالوا في جانب القانون الدولي الدول لا تخضع لدول الأخرى وهذا أعتبر من قصف السيادة فكيف ترسلنا هذا الكلام فما رأيهم قالوا الرأي عندنا أن الرأي الثاني هو أن الأساس اللا إرادي لقوة الملزمات في القانون فأن الأساس اللا إرادي أن الأساس هنا ليس إرادة منشئة ولكن الأساس لا إرادي فكيف هذا الكلام قالوا إلتزام الناس بالقانون بسبب دافع ذاتي تلقائي نابع من الفطرة ومن الطبيعة ويعني بمعنى أنه ليست الإرادة منشئة للحاكم أو الجهة التأسيسية أو ميس النواب أو الذي أصدره صاحب الإنسان قالوا الإنسان دافع ذاتي بالإنسان دافع فطري دافع من الطبيعة هو السبب في إلتزام الناس بالقانون ولكن هؤلاء أيضا اختلفوا في دوافع احترام القانون والإنسان به فطريا فقالوا كيف نلتزام به فطريا فقالوا نحن نفسر أنه هناك أصحاب يسمون مذهب القانون الطبيعي وهناك أصحاب مذهب القانون التاريخي ومذهب الغاية الاجتماعية ومذهب التضامن الاجتماعي نقسم إلى أربعة آراء يعني أصحاب الأساس الليرادي لديهم أربعة تصورات أو يختلفون على أربعة آراء وهي المذكور الآن مذهب القانون الطبيعي يقول الأساس قانوني موجود في طبيعة الروابط الاجتماعية ثابت يكشفه العقل البشري العقل البشري هو الذي يكتشف هذا الإرادة الملزمة وأنه موجود في طبيعة الروابط الاجتماعية طبيعة الروابط الاجتماعية ملزمة أصلا مذهب القانون التطور التاريخي قال الأساس فطري أولا قال الأساس في طبيعة الروابط الاجتماعية هذا قال الأساس فطري وليس قانوني ثابت بسبب طور التاريخي المجتمع أما المذهب الثالث الرقم الثالثة أو الرأي الثالث قالوا الغاية الاجتماعية إن الدافع الفطري لاحترام القانون هو دافع الغاية الاجتماعية وهو حفظ المجتمع إذن ما الغاية؟ ما السبب؟ قالوا نريد المجتمع أن يحفظ المجتمع وأن تحفظ الحقوق في المجتمع فالغاية هي مصنحة المجتمع أما مظهر التضامن الاجتماعي الاختلاف بسيط بينهما والأولى ولكن قال احترام القانون فطريا يرجع إلى دافع التضامن الاجتماعي ليس الدافع الذي قبله قال دافع الغاية الاجتماعي قالوا هنا التضامن الاجتماعي وهذا الرأي يفسر إلزامية قواعد التفسير طبعا هذا الرأي الرابع هو الذي فيه حل لأساس الإلزام أنه المنشئ للقانون هو صاحب الإلزام فهنا في هذا الرأي يفسر إلزام القانون السوري والسبب هو ماذا؟ المذهب الغاية التضامن الاجتماعي الالتزام الحاكم أيضا التضامن الاجتماعي الجموع ومثله التزام الدول بقواعد القانون الكوني شيئا لا إراديا موجودا فيه فالدول تضامنها الاجتماعي حتى يستقر على مستوى المجتمع الدولي تضامنهم اجتماعيا بنصلحة المجتمع الكامل هذا الذي يسبب إلزام الدول في قواعد القانون الدستوري انتهينا من النقطة الأولى أساس إلزام القانون وقلنا ينقسم منها إلى الرأيين الرأي الأول أن الإلزام مرجعه أساسه إرادي في الإرادة والمشيئة هي الأساس الرأي الثاني قال أساسه إلا إرادي ولكنه في الطريق طبيعي فتنقسمه إلى أربعة آراء قالوا أساسه ما هو الطبيعة الثاني قالوا أنه الدافع الاجتماعي كما آخر شيء الذي قال التضامن الاجتماعي وهو الذي فسر كيف أن الحاكم يلزم بقواعد القانون وكيف أن الدول تحترم القانون بدافع التضامن الاجتماعي بالنسبة للشريع الإسلامي ما هو الأساس في الشريع الإسلامية فمقارثا بالشريع الإسلامي قال فقهاء القانون أطلقوا عليها القانون الإسلامي طبعا الشريع الإسلامي الفقهاء بعد التطور والعلاقات بين الدول الإسلامية وأن يسافروا ويرقعوا ومصالح الناس فلابد من الاجتهاد فكان فترة سابقها قبل فترة معينة كان في جمود ما يقارب قبل مئة سنة في جمود غير عادي في القواعد الفقهية في الاجتهاد وكان كل ما يعمله الفقهاء هو النظر في ما قال مذاهب الفقهاء وفي ما قال فلان وما قال فلان ثم يتبعوا ما قال السابقون ولا اجتهاد ولا شيء لكن في سنة السنة الأخيرة حصل الاجتهاد بشكل منقطع النظير وحصلت من جمعات الفقهية واجتهادت في كل مكان حتى صارت قنونة جميع قواعد الشريع الإسلامي وصارت قواعد قانونية تماثل القانون الوضعي المحلي أو الدولي فالشريع الإسلامي أو القانون الإسلامي كما يسميه فقهاء القانوني يقول قانون إسلامي القانون الإسلامي هذه الكلمة يقولها فقهاء القانون في كل العالم ليس مشاريعا أو دين إسلامي القانون الإسلامي عندما يقارب بين قانون إسلامي وأي قانون دولة أخرى إذا طالما يدرس في ألمانيا أو في أمريكا أو في الهند يدرس قانون هندي ثم يقرنه بالقانون الإسلامي لماذا؟ لأن القانون الشريعي الإسلامي شريعت من 2 مليار بني أدم يعني ثلثة البشرية نص العاد يعني عدد لا يستمع به أينما ذهب في الدنيا ترى نسلم فالآخر يدرس هذا القانون ويسمه بالقانون الإسلامي لأن هذا موضوع القانون وهو تنظيم العلاقة الاجتماعي بالأفراد ولكن هناك اختلاف والاختلافة هي مندرسها على بالتدريق دائما شريع إسلامي تدرس في كل الأبواب في كل القوانين في كل فرع مفروع القانون ويدرس ورائع الشريعة في كل صغيرة وكبيرة وهذا يظل معكم حتى تنهي الدراسة في سنة رابعة في كل الشريعة ويستمر معكم الدراسة من بعد لما تكون في مرحات البحث دائما تفضل في الجامعة الإسلامية وفي الدول الإسلامية أنه تعمل الدراسة مقارنة في كل فرع مفروع القانون ويفضل دائما الدراسة المقارنة لأنها هذا قوارك احنا كيف تعمل الدراسة القانونية وأنا لا أطبق هذا القانون الأنجليزي أو الفرنسي أو الأمريكي أنا معي قانون خاص بي اسمه الشريعة إسلامية فما كان معك جديد أو أي قاعد جديدة حال تطبق ما معك بما مع الشريعة الإسلامية وما وجهة تطابق وتشابه والاختلاف طبعاً مدلول مصطلح شريعة وفخر أحد عنده سؤال أو إضافة أو شيء فيما نطلح بأحد لها لا أسئلة على شيء طبعاً شريعة وفخر ما معنى شريعة ومعنى الفاقة التعريف الشريعة أخبرناها عنص في مادة اللي يدرسوا معنا أشاب أريد الذي يدرس معي نفس المادة من مدخل دراسة القانون يأشر يعمل رقم واحد ولا يأشر أنا ولا في الأشياء اللي غرضاً فينا سيعرف عرف كيف هل في فارق كبير أو نفس الطلبة هنا هنا حشان نخفف عليكم المال تمام يحيا ممكن تأشرح تفششات في الشات أنا موجود في المادتين أو أنا موجود في المادة واحدة فقط طالب واحد فقط موجود في المادتين يحيا اثنين من غير البقية تبرو طلبة القانون تاريخ القانون طلبة مختلفين عن طلبة مندخل دراسة القانون شكراً لمادتين نعم اثنين شكراً لنطلبة بس ماك مشكلة ثلاثات من أول أخذ المادة من خلق قانون مجيد طبعاً المادة هي موجودة على الناس كلها كل ناس اللي مها الدراسة سوف يدرسها يعني اللي اللي أنا معي بتاريخ القانون سوف يدرس مادات من خلق دراسة القانون مادة كيف تفضل مادة أوكي ماك مشكلة قد تكون موضعاً مقربة ممكن نخففها ونمشي لكن العدد القليل بهذه الطريقة يتسلم كل مادات دراسة كما هي وانتها بالنسبة لتعريف الشريعة الشريعة لغتان الشريعة بمعنى الطريق الواضح المؤدي إلى الماء الشرعة والشريعة هكذا معروف وكلمة عندنا حتى ممكن تاريخ بعض القرى أو بعض مادة سميها مازالاً شرعة الماء سميها هكذا استعاره الفقهاء من شرعة الماء يدل على ما شرعه الله تعالى ترجع إلى المنبع دائماً شرعة الماء أو طريق الماء أنت تمشي تمشي حتى ترجع إلى المنبع اللي خرج منه الماء وهكذا الشريعة يدل على ما شرعه الله تعالى العبادة من الحكام نتيجة نبيهم من الأنبياء اعتقاداً وعاملاً أما الشريعة الإسلامية كمصطلح هو ما نزل به الوحف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليصلح الناس في دنياهم وآخرتهم سوى في أحكام العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق المعاملات هذا هو الذي يوازي القانون القانون يوازي أو يقابله مع المعاملات في الشرعة الإسلامية أما العقيدة العبادة الأخلاق هذا شيء أخلاق طبعاً كل أمة لها أخلاق ولا قيام ولا ثقابة تدرس مادة مستقلة عن القانون وكل شعب يختص بأشياء لكن نحن مثلاً في الشرعة الإسلامية عندنا العقيدة والعبادة والأخلاق منبعه واحد وهي شيء واحد تدرس بشكل عام يعني أما العبادات هي ثمرة العقيدة والعبادة الأخلاق ثمرة العقيدة والعبادة الأخلاق ودائماً يقاس الإنسان بأخلاقه يقاس الإنسان بأخلاقه الأخلاق صحيح ليست مواد مثل القانون وليست كذا ولكن هي الثمرة وهي المقياس البني آدم أنه تعلم أو دراس أنه يحمل عقيدة معينة وتعرف ما هو الإنسان الشريعة كلمة لحالة شريعة هي مجموعة أحكام الدين والذي هو النظام الإلهي الذي يسلك بما يتبعه سبيل الاستقامة والصالح في الدنيا والنجاح والفلاح في الآخرة شريعة شواء شريعة محمد أو إيسى أو موسى وجميع الأمبياء شريعة كلمة عامة الشريعة الإسلامية ما نزل به الوح على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو تعريف الفقه طبعا مصطلح الفقه أنه الف cot هو الفهم في كل هات فهم الفقه أنه الفهم يخص Favorite CK طبعا الفقه يأخذ الجانب العملي من أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الصلاة والعبادة وهو الشئ الأخرى مثل فقه العبادات، فقه الأسرة، فقه المعاملات، السياسة الشرعية، فقه القانون العام، فقه الجنايات البます قانون الجنايي، فقه المعاملات الدولية، وهو أحكام السير شريعة شريعة إسلامية فقل مصطلح القانون مصطلح القانون كما ذكرنا في الدرسات وما نحكيان معنا حاضر أمس أول يوم طبعاً كلمة قانون كلف قاف ألف نون واو نون ليست مذكورة بكثرة في كتب الشريعة وفي أبواب الفقل ليست مذكورة ولكن الشريعة الإسلامية هي عبارة عن قانون الذي هو التنظيم الذي هو عبارة قواعد الحياة قواعد الإنسان يسير فيها الدنيا ويصل فيها إلى رضا الله عز وجل في الآخرة مهما كان فالقانون هو موجود أصلاً ذكرنا قلنا قانون أو نقول شريعة ولكنها قانون حتى بعض علماء الفقهاء لو تقول له القانون الإسلامي يزعل ويعتبرها مشكلة لماذا تقول شريعة نحن لسنا قانون مع أنه لا مشكلة أن تقول قانون إسلامي أو شريعة إسلامية لا مشكلة أبداً ولكن الشريعة أوسع كلمة أوسع هو كلمة قانون أخص لتتعلق بجانب المالك وما عليك مواجباتك ومحقوقات لقد شريعة تتكلم عن أخلاق والعبادة والعقيدة قال ذكر لفظ القانون عند بعض الفقهاء كلفظ يذكر عند بعض الفقهاء كلفظ بلفظ قانون عند البعض لكنه بشكل عام موجود عند العالم العجمية العلماء أنه معروف أن القانون فالشريعة هي القانون وهي اللي تعمل الانطباط وتنبط يمر الناس وحدهم ما هو المعنى في كتب الفقه؟ من الكتب التي صرحت بلفظ القانون ما ذكره القرى في كتاب الفروق هذا كتاب مرجع في اللغويات وذكره في الحكامة السلطانية موجود لأكثر من عالم الحكامة السلطانية المتيمية والغيري مذكور كلمة القانون كتاب القوانين الفقهية في تلخيص المذهب المالكي لبن القيزية يعني ذكر مصطلح القانون فالمصطلح موجود ولكن بخصوصية أنه لا يذكر بكثرة ولا يكرر في كتاب الفروق ليه موجود فعلا من حيث المعنى من حيث الموجود أنه التنظيم والإدارة والحقوق موجود في صلب الشريعة لكن لا يذكر أشياء الثانية من ذكر فهو مختص بالقواعد القانونين الصادرة عن ولي الأمر ما هي خصائص الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الرضاية؟ هذا فضل يا شباب من عندكم الآن نبتا خصائص الشريعة الإسلامية كل وحيد تكلم أو يكتب بالشات أو في عدو نريد ندخلها ما هي خصائص الشريعة الإسلامية لتمييزها عن القانون وضعي نريد نعرف من الذي يقرأ من الذي عنده فهم وكذا تكلم بفضل مصدرها من الله سبحانه وتعالى مصدرها من الله سبحانه وتعالى نعم ثنين الله وضعها غير هذا الصباح مصدرها من الله عز وياه الثنين حدف استقرار المجتمع نعم تلهم في الأقانون استقرار المجتمع الغاية غيره ماذا؟ الشريعة الإسلامية أكتب الشمولية وكسع الشمولية يعني قصلك شمولية؟ نعم العمومية استقرار المجتمع وضعها من عند الله عز وياه طبعا عندما تقول أنها من عند الله لماذا؟ أيش الميزة هنا عندما تقول الشرع الإسلامي من عند الله أن الذي خلق الكون هو الذي وضع الشريعة فمعنى الكلام أنه لما أنا صنع سيارة أقول لك تشغيلها منطريقة فلانية وتعمل لها كذا وتغير لها الزيت وتغير هذه بعد سنتين وهذه تعمل لها كذا والسيارة تتهي بعد كلام أنا صاحب السيارة أنا اللي صنعتها أنت معاليك صاحب أنت السابق أشتريت معاليك لا تمشي بعد الكلام فعندما تجعل الشريعة قداسة كبيرة عظيمة أن مصدرها الله عز وجل ليس البشر البشر هم مثل نزعات ورغبات وشهوات في الإنسان وهو الذي يصدر القانون يصدرها على حسب فهمه على حسب ميولة على حسب تربية وعلى إذا كان إنسان شاضح أو مجنون يطرح قانون مجنون إذا كان إنسان طيب يعمل قانون في ترحل زائد إذا كان قانون يشرقه الشديد يعمل أشياء شديد على الناس لكن الخالق رحيما بإباده ويكون أعلم بإباده فتكون القواعد القانونية مصدرها من الله غير ما تكون مصدرها من البشر تشمل الجزاء الدينية والإخراج ممتاز جدا ممتاز شكرا أذن خصائص الشريعة المصدر الوحي فعي من عند الله عز وجل وهذا يعطي لها قداسة عند الأتباع الإنسان في القانون الوضعي إذا استطاع أن يضحك أو يتحايل أو يمشي حارب إذا اخترق المحامي أو يدفع رشوة يتخارج لكن بالنسبة للشرع الإسلامي الإنسان المتدين الذي يخاف الله لا يعمل أي تحايل ما قال الله على عيني وراسي في العلن أمام الناس لوحده هذا كله الإنسان يخاف الله ويحاول أن يطبق تعاليم الشريعة وأن يرضي الله ولا يعمل شيء يضر بنفسه أو بالمجتمع أو بالنظام العام بشكل عام لماذا أن الذي وضع القانون هو الله وهو الذي يراه والذي يراقبك وهو الذي يجزيك وهو وهو فالخوف من العقوبة الدنيوية لا تأتي إلا بعد الخوف من الله عز وجل نادر يعني المسلم دائما مش في العام سبعين ثمانية بلمئن من المسلمين يخافون الله أكثر من ما يخافوا من البشر وقل لهم الذين يمشون بالعصى وهؤلاء طبعا القانون له هيبة عندما يكون في منطقه ولكن الناس المتحايلين الذي صنع الحياة قلة ليسوا بكثرة إذا وجدت دولة طبيعية التي تنبع القانون تقوم بعمل شرعة الإسلامية وسنبع القانون نادر ما تحص الناس يتحايلوا أم الأشرار وفي حالة ترى حولها المساد الإداري فحدثوا الأحرار لكننا نتكلم عن وضع الطبيعي عندما تكون الدولة الإسلامية وأن الوحيد من الله وأن شرعة الله فالمتحايلين يكون قلة لأن الناس يتربوا على العبادة وعلى العبادة لله والتعبد لله عز وجل بحركاتهم بسكونهم بعملهم بمشهم بالشارع سياراتهم السيارة دائما يخاف أن يعمل شيء يغضب الله عز وجل إذن مصدر روح ما هو الهدف بالشريعة الإسلامية من أحكام الشريعة راعة الشريعة الإسلامية كافة القانون بالمستقبلية الدنيوية والأخروية لسعادة البشر الدومية وآخر الغرض من الشريعة هي حفظ مصالح الناس ودفء المفاسد عنهم هذا الغاية من الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية تريد أن تعيش في الدنيا باحترام احترام الآخرين انت عضو نفسك تعضر آخرين حتى مالك وجل صدك ليس بلقك هو أمانة عندك من الله عز وجل ابنك أمانة بالله وظيفتك أمانة بالله كل شيء عندك أمانة وسوف تذهب إلى الآخرات لتذاقي جزائك ما عملت في الدنيا نفهم هذا الكلام فهذا الفارق بين الشريعة والقانون واصحار القانون العموميا فانظروا الهدف يختلف يعني حتى على مستوى الفرد عندما الانسان مثلا أنا أنا درسكم قانون مثلا لو نيتي بس أدرسكم واستلم القرشة اللي بستلمها من الجامعة خلص انتهى حدا الدكتور شكران درسنا والمسؤول الماني يذهب لعندي لحساب البنكي ولسألي الراتب وانت إذا نيتي بوجه الله أو أريد أن أعمل شيء أو أساعدنا ربي المسلمين أو هذا التربية أو هذا واجبي أو هذا عملي أمام الله سواء أنا ولا المنظف ولا اللي يشغل السيارات ولا مهند السيارات وإلا أي إنسان يعمل في مصالح المسلمين لابد أن يشرك في عمله ليس أنية الكسف القتل المادي والناس أن الله عز وجل يعطي الجزاء العظيم أن الله عز وجل في هناك آخرة أن الله يرضى عنه فهذا يتفق مع الهدف من الشرع إسلامي وهي الدنيا والآخرة إسعادة البشر في الدنيا وفي الآخرة من خصائص الشرع الإسلامي العمومية 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 بمعنى حكم الشرع عامة ومجردة تتسع في عموميتها وشمولتها حدود المكان والزمان فهي أبدية إلى قيم الساعة وتشمل على الغفر بربيه وبغيره بل وبنفسه وسلوكه وأخلاقه العمومية في الشرع إسلامية غير طبيعية يعني حاجة ما يطقعش البشر أو صدعي تعرف أن الشرع إسلامي تطبق على كل زمان ومكان تطبق في كل مكان يعني أنا عندي قانون الآن جناعي صادر من دولة معينة ينتهي بمرحلة محددة ولا يطبق على الفترة التي قبل لا يطبق يطبق من الساريخ سرايا أشياء الثانية ينتهي عند فترة أخرى أشياء الثالث ينتهي إذا انتقل إلى بلاد أخرى الشرع الإسلامية يطبقها الإنسان في كل مكان كسلوك شخصي أينما سار المسلم الشريعة معه لا يسرق لا يزني لا 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 يعمل أشياء كثيرة لماذا أنا مسلم إذن هذا جانب كبير من حيث الإنسان ينضبط حتى لو كان بلاد الكافرين لا يذين لا يسرق ولا يعمل ولا يعمل شيء يخالف شريعته حتى لو كان في بلاد غير بلاد العمومي أيضا من ناحية الشريعة الإسلامية تطبق في كل مكان لا تخص بلاد معين أينما يقول لا إليه الله الله هو أكبر أذان لا تطبق في كل التوارد الإسلامية التي يعني حسب الآن لدخول ديمقراطية الدولة فيها 70% 50% حسب الانتخاب والأغلبية هي التي تحكم والدساتير حتى مهما كان أي مكان فيه شريعة الإسلام مسلمين فالشريعة الإسلام يلا بد أن تدخل بالطبع بالرضاء أو بالبص بالقواعد الديمقراطية أو بأي طريقات تدخل حتى الناس لو كانوا محارب الإسلام أو أو لكن هناك يواند معين من حياة الناس تحتاج إلى الشريعة فالشريعة الإسلامية عموميتها أنها تتعدى حد الزمان والمكان لا تقيد القانون الوضعي لدولة معينة لأمريكا 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 لكن شريعة الإسلامية هي بكل مسلمين الهدي أمريكي لكل الناس عامة لكل المسلمين ولا تقول هذا الهدي والأمريكي أنت مسلم أنت من زبعك في الشريعة أشياء تخص الدولة آخر جانب آخر من جانب القانون إذن المصدر الوح الهدف صلاحة الإنسان الدنيا والآخرة العمومية تتعدى الشموية القدر مكان الزمان الطبيعة ملزمة تطبيق وتختل بالجزاء الدنيوي والأخراوي وهي الأساس وهي متناسبة بقدر الجريمة والتناسب أيضا ليست من فعال الذي يصدر القانون مقدر العقوبة والعقوبة كذا الذي يعمل كذا عليه كذا هو الله عز وجل والله عادر بخلقه والذي ينظر أن يقوله أحكام الإسلامية بشعة وفيها قاطعياد وفيها رجل لزنا وفيها وفيها كله قطع لكن الحاصل في تاريخ الإسلام عندما يعرف الناس أن الحاكم جاءت وليمزح وسوف يقطع يد السارع ويرجم للأزاني المحصن ويجبد الزاني البك لن يتعدي أحد سوف تطبط أحكام الشريعة آليا بدون ما يحصل شيء لن أحد يريد لو يجد شخص مجنون يروح يسرق علشان تقطع يد لا تساوي الدنيا كلها صباح وحدة في اليد أيضا الزنا وكذا عندما يقال أحكام الشريعة الإسلامية يسمع علىها اليوم الثاني يطير الرقاء وتقطع إلى يدي وخلاص الناس معهم العمل الذي يقطعوا ويكسروا لا عندما تعطى الشريعة إسلامية حقها الناس يلتزمون عاليا ولا يقل في التاريخ أنه حاكم معين معروف للناس أنه صباح أحكام الشريعة وثاني يوم يذبح الناس من الثاني يوم إيش حصل الناس نسايموا مع الشريعة ومشوا صح والخوف دفعهم إلى أن يلتزم أما أنه في ناس يبكر مع الثاني إسراء وعارف هو تقطع عندهم عارش وهكذا الأساس طبعا هذه الخصائص الشرعة إسلامية المصدر والهدف والعمومية والطبيعة تمام بالنسبة للإنزام اللي تكلمنا عنه هناك أساس إرادي والأساس الثاني قالوا طبيعي ومستروا طبيعي إلى أربع أقسام وقالوا في الأخير أنه تضامي الاجتماعي الأساس الأساس للإنزام الشريع الإسلامي ما هو الحاكم والحكم من هو الله عز وجل الأساس في احترام الناس اللي أوامروا الناهي الشرعية هو إرادة المشرع لهذه الأحكام وهو الله سبحانه وتعالى والذي أوجب طاعته ومقتضى صفق القيمان به والشريعة والشريعة أحكم على أقل من الصالح برد النساء طبعا المسلم يؤمن بالله عز وجل والله وصعى المصدر القانون والوحي من الله عز وجل والقرآن كتاب الله والحديث حديث نبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي النوحة أمر الله عز وجل ينفذ من الناس بشكل عفوي طبيعي لأن هذا هو الخالق القناعة ربي والذي خلقني هو أدرافي ودراف مصلحتي فالإنسان عندما يثقب أبي وأمه يأتي منهم الضرر فهو ثقة بالله عز وجل أكبر وعشد والمسلم الراضي بقانون أهم ولا يجد أمة مسلمة ملتزمة وفيها سخط على شريعة الإسلامية وكل من يسخط على الشريعة وتنكروا للشريعة ويطالبوا خوانين وضعية هم ناس درسوا على يد النصارى واليهود وموجهين ضد الشريعة الإسلامية وجاء أم الخارج لا يجد شخص تربى في ظل الشريعة الإسلامية وظل أحكام الشريعة وكبر وهو يكره الشريعة لأنها تشدت عليها ولأن الحكام ما تناسبت معه وعنده كان صغيرا وأنه لا يجد وكل من يحارب الشريعة الإسلامية هم ناس تربوا في الخارج أو دعوا من خارج لمحاربة الدين لكن هل عليهم ضرر هل حصل لهم ونأتنا تطبيق ضرر لا يجد فأحكام الشريعة من ثمارها السعادة في الدنيا والآخر العدل الطمأنينة الأمن الاستقرار الحقوق تصل إلى أصحابها هذا اللي معروف عن الشريعة الإسلامية تعرف حكام الشريعة بطريق الوحي المباشر يعني المتاب والسنة أو بطريق غير مباشر بالبحث عن حكم في حكم الله في مال أميرات طبعا مصادر الشريعة الإسلام يعرف أن التاب الله وسمت رسوله قال الله قال رسوله ومن قال الله ورسوله تعتبر من التقاب للدستور أو التسادف في القوانين الوضعية قديد أو شيء لو يقد في كتاب الله وسمة رسوله يقاس علي لماذا قاد الشريعة لحفظ البدن لحفظ الدين لحفظ الأرض لحفظ المال الأمر المطروح على الناس المطروح في الساحة المطروح أمام الناس هل هذا الشيء يضر الناس هل هذا يحافظ على الدين يحافظ على الأرض يضر أي من المقاصد الخمسة مقاصد الشريعة هل يضر المصالح الكلية لسي من المصالح المصالح الأساسية المقاصد الشريعة اللي الخمسة هل هذا الأمر يضر أم ينفع ما مقدار يضر رؤية مقدار نفع هنا ينبع الناس لماذا ينبع إلى الأساس فاشتراع إسلام تأمر بالتفكر تأمر بالتدبر تأمر بالتحليل تأمر بالنظر في مصلحة الناس الشرعة ليست عبارة عن تقوس وفرطقات وأشياء يقولها الناس وهي بعيدة كانت البعد عن حياة الماس أو تلامس مصالحها طبعا القرآن والسنة هي المصادر المصدر مباشر وبقية المصادر مصدر غير مباشر الاكتهاد والقياس والمصالح المرسلة ومبادئ العدالة كلها سوف أدرسها على بس بس ما معنى تدرس كتاب الله ثم تدرس كيف أنه وكتاب الله وأهميته وقداسته وكيف يكون مصدر ثم درس السنة ومكانتها بعد كتاب الله ثم نتكلم عن اكتهاد والقياس والمصالح المصالح هذا يأتي كلهم حق في هذا الكتاب في الكتب والدرساء المتخصصة في في مصادر الشريعة القياس مصدر مصادر الشريعة الإسلامية وهو الحاقة حكاة مواقعة بواقعة المشابهة لله مثلا التدخين الدخان بالشكل الموجود لم يكن موجود بالموجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم الناس العالمين يطلق تحريب على طول الدخان الدخان محرم لماذا؟ ليسأل على ماذا؟ لأن الدخان يضر الجسد وما يضر الجسد فهو حرام إذن المصلحة للإنسان أن يدخن أو لا هل ما الصلحة؟ هل الدخان هذا فيه منه مضرم؟ نعم لو كان استوى المصلحة والمفسدة ما فيش مشكلة هذا يعتبر مباح يضي فيه نص أو ليس فيه نص هكذا لكن مسألة فيها ضرر فهي محرمة لأن الله أمر بها بذلك الطيبات وأنهانا عن أي شيء يدمر الجسد الجسد أمانة والمهتمان أمانة وكل شيء تحت متناول يدك فهو أمانة المصلحة المرسلة قال المصلحة المرسلة هي الحاقة الواقعة بالمبادئ والمقاصد العاملة الشريعة بقلب مصلحة أو در مفسدة عفونا شباب المصلحة المرسلة الحاقة الواقعة بالمبادئ والمقاصد العامة للشريعة مقاصد الشريعة العامة قلنا أن شريع إسلامي جاءت للحفاظ على المصالح الكلية التي هي حفظ الدين والعرض حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل هذه المصالح ما ضرها فهو محرم وما ينفعه فهو واجب وحلال وتحفظ الشريعة عليه ما هو الاكتهاد؟ الاكتهاد هو عمل الفقهة والتفكير في حكام طارئة جديدة لا يجد فيها فيما قال الله ولا مقرر صلح حل أحكام جديدة اخترعات أسالي حاجات جديدة فما حكمها يرجع الناس إلى الاكتهاد المكتهاد منه اللي اكتهاد أصحاب العلم الذين متبحرون بالشريعة الذين يقرؤون وتخصون في جانب معين مثلا الآن في الوقت الحالي لم يععد الفقهة مثلما كانوا في أيام المثيمية وأيام العلماء السابقين الآن قد يكونوا فقيا في شريع إسلامي في جانب معين المعاملات المالية في جانب التفسير في جانب علم القرآن ويصير مبتهدا في علمه ولكنهم قد يكون عندهم المصير في جانب آخر لكن هو مرجع في هذا الألم فهذا هو المبتهد الذي يجد حلول شرعية مؤفقة للشريعة في المسائل الطارئة لحياة الناس حتى الناس يصيروا على مصير دائما طبعا المبتهد هذا عندما يصير إلى حكم معين في راقعة معينة هو ملزم بما يصل إليه لأنه درس أو بحث وصل إليه وإنسان ذهب إليه يسأله وهو لا يعلم فهو ملزم بما قال له هذا المبتهد ليس لك أن تذهب إلى الشخص هذا تسأله وقالك أنا بالشكل كان فلاني لأنه مبتهد وهذا الرأي التي أراه أبصرت المأمر صعب وشديد ومعجباك تذهب إلى شخص آخر آخر وآخر لما تشوف الفتوى السهلة وتمشي بعدها هذا اسمه القاطم ما أشوف شريع إسلامي طبعا هذا الكلام وهذا مشوقته في درسنا هنا طابعا أيضا هناك مذاهب معانا مذاهب في أساس الإنزام بأحكم الشريعة قبل أن نزولها طبعا أساس الإنزام قلنا فيه في القانون أساس إرادي وأساس لا إرادية هنا الأساس عندنا فقهاء الشريع الإسلامية ليسوا كلهم من نفس العقلية ونفس الطريقة فالعقل الإنسان حر يفكر وللناس حدوا معين خط حمراء يتجاوزونها وإيمانيات في أشياء ثابتة يقينا لا مجال فيها للشك على الكتصغير والكبير أن تبعها وهناك أمور ظنية قابلة للنقاش فالعلماء أربعة آراء هنا موجود أربعة ثلاث مذاهب في أساس إنزام أحكام الشريع الإسلامية قبل لا نزولها نظروا قبل نزولها ثم بعد نزول قال قبل نزول مثل الأول الأشارة قالوا الحسن والقبح الشرعيان لا عقليان ولا يترتب على ذلك أثر إنثواب وعقاب يشبع المذهب القانون القائن بأن أساس القانون إرادي المذهب الثاني المعتزل قالوا الحسن والقبح عقليان ويترتب على فعل الحسن وترك القبيح أثر من ثواب وعقاب يشبه مذهب القانون القائن بأن أساس الإنزام القانون الطبيعي فطري المذهب الثالث وهم الماتريدية وقفوا وسط وفرقوا بين أحكام الشريع الإسلامية فقالوا الظاهرة والتي من العقل إدراك حسنها وقبحها في الحقيقة يرات الله الخالق الغير مدركونها الإنزام بها إلا بحكم الشرع وتأريف الشرع لذواتها طبعا هذا فلسفة وفيه مشاعر كثيرة ولا يتم تركز عليها الآن طبعا هذا بدرسوا فيما بعد ودخلوا فيه الفرعب وخمت في أشاء كثيرة ولكن يذكر رأي من دار أنه أتسر التاريخي للمسألة نتكلم عن موضوع الذي هو أهم هذا الاختلاف إعساسي اجتزام غير المسلمي أنت مسلم ملزم بأحكام الشرع إسلامي لأنك مسلم وقال الله قال رسوله هي لك وليتهاد لك غير المسلم كيف تستطيع أن تلزمه بأحكام الشرع إسلامي ما هو السبب وما هو الداعي وما هو الرابط بينه بين أحكام الشرع إسلامي حتى تلزمه بأحكام نقول لبناز أنت عندما تسافر إلى أمريكا والهند أو الصين هل تذهب إلىها تقول لهم أنا مسلم ولا أعترف في القانون أكو وأنا ضدكم وأنا 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 لا أعجني لا هل تذهب إلىها هناك تخلق من المطار طبعا هذا الكلام في الوقت الحالي طبعا نحن نتكلم الآن في السهل الفق ونحن نتكلم الآن على طول التاريخ نحن نتكلم الآن في وضعنا التاريخي الآن اللحظة الإنسان عندما يسافر بعيدة ولا في العالم يدخل من المطار ويقع وتفضل عندنا رسالة على عين والرأس يدخل باحترام أنه موقع أنه يحترم القانون والنظام ولا يحفظ أي شيء ولا يعمل فوضى ويخلزم بخانون هذا بالنسبة لي ولكن عندما يسافر بالنسبة لما يتعندنا نفس القضية يأتي يدخل من المطار فيسمى معاهد ويسمى مستأمن معاهد ومستأمن أي واحد يأتي يسمى مستأمن ومعاهد الذي يدخل دولة مسلمة حكومة الإسلامية نسميه سواح نسميه دجار نسميه ما سميناها هو جاء بطريقة شرعية علينا حمايته والحفاظ عليه واحفاظ على حقوقه لأنه يدخل بطريقة شرعية الشخص الذي يجي بطريقة تهريب الخبرها مجرامة معنا يجي من فلو ونوعه قانون ونوعه فوليس ونوعه كذا فهذا جانب آخر لكن من ناحية ما أساس الإلزام أساس الإلزام أنه رقضى أن يدخل الدولة ودخل المطار ووقع في دخول المطار أنه يلتزم بحكام الدولة والنظام القانون الدولة تحكم بشيء الإسلامي يلتزم هو مثلهم مثل أي شخص في المجتمع لا يدخل أنا نصراني أنا أمريكي أنا هندي لا ادخل الدولة الإسلامية إذن ومعنا ناس يعيشون معنا عرب أو يمنيين أو مصريين أو سعوديين وهم داخل الدولة هم من جنسية دولة مثل معنا اليهود اللي كانوا في ريدا واليهود اللي كانوا في بعض ناطق اليمن أو النصارى اللي موجودين في مصر وهكذا هؤلاء يسمون ذنين أصحاب الذنة أصحاب الذنة أنه الإسلام عندنا يقول لا يكره في الدين ما معناه أنه دخل الإسلام في دولة أنه لازم كل الناس يسلم الذي يريد أن يبقى على ديني نصراني أو يهودي مثل ما نحن نؤمن في عيسى أو موسى هو المفروض يؤمن محمد لا لكن لم يؤمن وظل عدينا فيظل ويسمى ذنين وعلينا ندفع ندفع الظرائب أو ندفع الزكاة هو يدفع الظرائب أو يدفع الجزيان حسب ما نسميهم فهؤلاء الذنين الذين هم نفس الدولة من هو الذنين هو الذي يحمل جنسية الدولة نفسها يكون يمني أو سعودي أو مصري أو المستأمن هو الشخص الذي ليس نفس المسلم ولكن جاب دخل الدولة يسمى مستأمن ومعاهد هم خاضعون لأحكام الشريعة في غير العبادات وحكام الحوال الشخصية لكن داخل واحد نصراني ومثل ما نحن نحكام السعودي أنه يدخل دخلون ناس كلهم من المسجد وصلوا أصلا 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 فمسلح تسمسك لأحكام الشريعة أبو ذنب يدخل يصلي لماذا قال هو انتزم بأحكام الشريعة أنت سريعة الأشياء الأخرى العامة عاملات البيع الشريعة يركزين بأحكام الدولة في حقوق الآدميين في الدماء والأموال والأعراض وتقريب مسؤولين المدنية والجناية عليهم مثل ما على المسلمين التزامهم ليس ديني ولكن التزام على قديعة الدماء الآن عندما يدخل عندما يكون مواطن في الدولة هو يخذ طاقة الدولة وجواز الدولة يعتبر هذا عقد بين الدولة عقد بينه الدولة لأنه انتزم بأحكام الدولة التي شريعتها كذا لأنه كل دولة في العالم لازم تعملها مرجعية دينية أو تكتب مرجعنا كذا مرجعنا فكيري كذا حتى لو وصل القاضي في لحظة من أحضات لا يوجد نص قانوني لحادثة جديدة يعريح القاضي إلى أي نية يرجع لأي المتهم لأي دين فما التزام غير المسلمين بأحكام المسلمين قالوا أحكام النوع وعندما وعند كذا التزامهم عقدين هو موافق هو الطرف والدولة طرف عقدين بالمعنى هناك طرفين الطرف وطرف آخر ما دام هو أخذ البطاقة أخذ الجنسية أخذ وقع حط من الجواز هذا يعتبر نزام عقدين أنه ينتزم احترام وقانون وقانون الشرازين بعد تقنية الشريعة الإسلامية في التزام الجميع يجعلون تشتور وقوانين منظمة الشؤون الحياة في الدولة طبعا في ظل الدول تذهب إلى مصر المتحس النصر يعني يحمل الجواز المصري ويحمل البطاقة المصري تذهب إلى مليوسيا وماليزيا الدول الإسلامية ومحكة الإسلام ومحكة الإسلام ومصدر الشرطات لكن الهندي والبودي يحمل نفس الجنسية ويحمل نفس الجواز وعليه وواجبات وتذهب عند المحاكمات والزوائي والحقوق وأحكام الأسرة كل واحد هم حكمة خاصة والعبادات كل واحد يذهب إلى معبد في موضوع الزوائي المسلمين هل أحد من دسوان هل عند أحد مشاركة وإضافة أو نسينا شيء ما ذكرنا هو شيء مهم أحد ذكر أنه المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة ذكرناها في مصابر قال إلحاق الواقع بالمبادئ والمقاصد العام الشريعة للمصلحة المصلحة المرسلة هي مصالح أنت الآن معك مثلا ضرورية ومعك أشياء أساسية في الشرعة الإسلامية نص عليها القرآن نص عليها الحديث نص نص هناك أشياء استحنفت جاءة جديدة ولكن هي من باب المصالح مثلا الآن السيارة حالي الصحير ركب السيارة مصالحة مصالحة المدرسة تنظيم المدارس تنظيم طرقات هذه تعتبر مصالح مرسلة صح من واقبة لكن مصالح تخدم الناس تجسر الناس المعيشة تجسر الناس الحياة تسير بالطرقات المصالح المرسلة بمعنى ليست مقيدة بنص نص شرعي ولكن هي من باب التيسر الناس تسير للناس الآن هذا كله مقدم ما دخلنا إلى كلمة تاريخ القانون تكلمنا هذا كله لم نصل إلى تاريخ القانون فيما ذكرنا سابقا لاحظ عنده شيء تضل فأدو يذكر في العسلة لا مشكلة طبعا بالنسبة المذاهب المذاهب التي ذكرناها في المذهب الثالث المذهب الثالث قالوا المتردية وقفوا وسط وقفوا وفرقوا بين أحكام الشريعة الإسلامية فقالوا الظاهرة والتي بلعق ادراك وحسنها وقفها في الحقيقة يارات الله الخالق يارات الله الخالق الغير مدركة كنها التزام بها بحكم الشرع وتعريف الشرع اللي ذواتها بمعنى أنه الشيء الذي الذي أدرك الحكمة منه خلاص تمشي الشيء الذي لم تدرك الحكمة عليه فتغمض عينك وتمشي لأنه هذا أمر الله وغير من عند الله عز وجل الخلاصة هكذا يعني ليس كل شيء تدرك الحكمة منه ليس كل شيء ضروري أن تعرف ما هي الحكمة ما هي الحكمة من صلاة الظهر أربع وسلاة الفجر هذه الحكمة لا تعلم أنت تؤمن بها خلاص ليس ضروري أن نفسر كل شيء وسببه وما وما ليس ضروري للمسيحيين في الدولة الإسلامية يبيع لحوم الخنزير لا ييوز لكن بينهم البين عادي لكن لا يبيع للمسلمين لا بد أن يبيع ويعمل لوحة يقول هذا لحوم الخنزير مثل ما يحصل في ماليزيا في أندونسيا نعم مش في الدولتين ده أي مطعم يبيع شيئا غير حلال يكتب مطعم حلال أو غير حلال أي منتجات في السوق مكتب فيها علامة الحلال يعني هذا شرعي يبيع على الطريق الإسلامي أكل نصراني شيء مخالف للشريعة يكون أكل بوديين أو ليس مذبع على الشريعة يوضح فيه فاللحمة الخنزير يقوز البيع بس يوضح ويكتب فيه المحال أن هذا لحمة خنزير لا يصح بيع المسلمين لكن واحد يبيع أكل خنزير بشميلة هذا يقول لا يبع لا يسأل لكن في دولة فيها نصارى فيها أكل خنزير ما أتقدر مرعب مدلول مصطلحات التاريخ والحضارة التاريخ لغة قاية الشيء ووقته الذي ينتهي إليه ومعنى التأخير وكذا بمعنى إثبات الشيء طبعا هذا إذا ما تتكلم عن لغة يحفظ لا تسأل لماذا ولماذا اللغة هكذا هو مرقع مسترجع للقواميس قالوا ما هو التاريخ له غاية الشيء ووقته الذي ينتهي إليه بمعنى التأخير التاريخ التأخير كذا بمعنى إثبات الشيء التاريخ تتكلم زمان ومكان واقع هذا التاريخ استلاحا علم يتضمن ذكر الوقاية والأحداث الجارية في الكون وأوقاتها وأسبابها الناتجة التاريخ هذا يذكر المرحلة منهم كانوا عايشين وكيف كانوا عايشين تذكر ينقسم علم التاريخ إلى تاريخ عام وتاريخ تاص ما أهم معرفة علم التاريخ طبعا معرفة التاريخ شيء مهم بضروري حتى ترحب في كتاب الله عز وجل في القرآن دائما انظروا عاقبة الذين من قبلك وانظروا دائما القصص والعبار وما حصل للعوم السابق وما كذا دائما التاريخ هو عبارة عن ممتلك بشري كلها حتى الآن في المتحدة ونظر الاجتماع الدولي أي شيء بالنسبة للتاريخ يعتبر هذا شيء محرم على إنسان يدمره أو يزوره أو يغيره أو يغير منه أي شيء مدن تاريخية كتب تاريخية أشياء تاريخ لأنه ملك البشر كلها ليس ملك اليمنية أو الأمريكية أو الصيني شيء قديم لهم الدم التاريخ سواء كتاب أو نارة أو مبنى أو نقوش تعتبر ملك البشر كلها فلماذا هذا تاريخ بشر هذا علوم هذه أشياء تجارب ناس وآلاف السنين مختزرة في هذا التاريخ فالناس تستفيدوا المعرفة التاريخ حتى تعرف ماذا عاملوا ناس وماذا سبب نابتهم وسبب انفتكاستهم وسبب الناس وسبب الهزيمة كيف كانوا يعيشون كيف كانوا يتعملوا علىها كانوا ينظروا للحياة التاريخ فلسفة تدرس فيه داخله كل شيء قال طالما عرفت تاريخ أريزة إنسانية وتحدد درجة الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي الإنساني بقدر إلمامه والتاريخ فدراسة التاريخ تساعدنا في فهم الواقع لأن الحاضر هو نتيجة لتفاعل الحداث الماضي والمستقل وأما المستقبل فسيكون نتيجة لتفاعل أحداث الحاضر مصادر علم التاريخ الروايات الآثار المعاهدات الدكريات لكن مثلا أي شيء حصل صلح بين الدول قبل مئة سنة قبل ألف سنة قبل ألفين سنة حصل بين دولة كذا وكذا حروب انتصر أفلان هناك وثيقة الناس هناك وثيقة الاستسلام هناك وثيقة الصلح هناك هناك هذا كله تاريخي طبعا العقود والتواريخ والوثاة كل هذه يستفد منها في السماعة القانون في سن القوانين في تنظيم الحياة في علم الاجتماع في كل شيء موضوع علم التاريخ وفتراته الزمنية طبعا علماء التاريخ يقسمهم علماء الجيولوجية تاريخ الحياة إلى حقام زمنية طبعا هذا الدرس أنا أتكلم عنه هو يعبر أن تكلمها فقط لكن هو الذي همنا فيما بعد باتصور التكلم بعدين ما هو رجعية القوانين ونظرية القوانين التي يعيشون الناس الآن ولكن هذا لما سبع كيف كان حاش الناس كيف تأسى القانون طبعا عندما تتكلم عن حقوق التاريخية وعن تاريخ القانون لا ما يدرس عندي كمسلم غير ما يدرس عند الفرنسي ما يدرس عند الهندي كل واحد يدرس حسب مرقعة الفكرية أنا كمسلم لا أؤمن بكثير من هذا الكلام وكلام يخالف المنطق والعقل يخالف ديني ويخالف عقلي عندما يقول أساس الإنسان دوب أساس الإنسان طبيعي أساس الإنسان قرد أساس هذا الكلام لا يدخل في عقلي أنا أعرف أن أساسي أن أبونا آدم أمنا حوى وتزاويو 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 هذا كمسلم وانتهى المنظور الخرطقات الأخرى ونظريات الأخرى على أنه لا أساسي تفضل هذه نظريتكم لكن كمسلم أنا عندي نظريتي أن الله خلقني هكذا خلق أبو البشر آدم وخلق منه محوى وخلق ثم تزاوي وثم جاءت البشرية إلى قيام الساعة هذا لكن يتكلم رجل آخر أو علم آخر أو ديانة الأخرى أو مذاحب غير المسلمين كل ناس لهم مذهبهم ولهم رأيهم في هذه الهرطقات التاريخية للناس أشياء أصلا غير مثبتة هي عبارة عن هواجس وتوقعات وليست أشياء ممنونة مئة بالمئة ولكن حادثة إلى جنب حادثة إلى جنب واقعة تؤيد بعضها البعض ثم يصل الناس إلى نتيجة أنه خلاص نسجل بهالطريقة المعينة بتظافر الأحداث أولا الحقب الزمنية هذا تقسيم حقب زمنية بعدين فترة تاريخية الحقب الزمنية هنا حقب الحياة البداية والأولية متى كانت ألف سبعمائة وخمسين مليون سنة أمبرو يعني هذا كلام يضرب بعلم الفلك بعلم الدينولوجيا ما تعرف كيف يضربوا هذا العدد التاريخي ألف سبعمائة وخمسين مليون سنة المرجع من عين الدليل من عين يرجع إلى الآثار والتاريخ والحفريات وهذه الأشياء وهم أسحة تخصص لا تستطيع تكذبهم ولا تستطيع أن تصدقهم معهم مئة بالمئة ثم غالحقب الحياة القديمة الجداية من ألف سبعمائة وخمسين سنة مليون سنة ثلاثمائة وخمسين مليون سنة ثم حقب الحياة الوسطى مئة وخمسة وعشرين مليون سنة حقب الحياة الحديثة سبعمائة مليون سنة مصدر معرفة تقسينات الحفريات الأخرى يعني علم الحفريات وطبقات الأرض وإنشارة الأرض هذا علم مستقل لناس متخصصوا في هذا المجال مثلا تخلقوا في شريعهم يتخلوا هذا المجال ويتكلموا في علمهم وأن أقول لهم سمعان وطاع وأن أبدأ لا نكذبهم ولا نصدقهم ما صدقنا صدقنا ما ترقنا ترقنا ما يخالف شريعاتنا يقول لهم غير الفضل عفوا يا أخي وما كان غير ذلك نتركه للزمن إذن أول شيء تقسيم حقب زمنية ثم نتكلم عن فترات تاريخية الذي نتكلم عن آخر شيء ما قال حقب الحياة الحديثة سبعين مليون سنة سبعين مليون سنة الذي حقبت الحديثة الحياة الحديثة هذه الحقبة تقسمها لفترات تاريخية ثم نتكلمها ألوما يقسمون فترة التاريخ من تاريخ وجود الحياة الإنسانية ويسمونها عصورا وهي نوعين عندهم عصور ما قبل التاريخ وتدوينه ويقسم عصر الجليد العصر الحجري وينقسم إلى طبعا هذا الكلام كله موجود موجود له مشروع طول في الكتاب فأرجع له أشياء المهمة تركز عليه والأشياء التي صغيرة وكذا ترجع لها تقرأ تفهم ماذا يوجد في الكتاب عصر ما قبل التاريخ وتدوينه نقسم إلى عصر الجليد العصر الحجري وينقسم إلى قديم ووسيط وحديم القديم ثمانية ألف سنة قبل الميلاد الوسيط ستة ألف سنة قبل الميلاد الحديث أربع ألف سنة قبل الميلاد وهو عصر استعمال الميلاد يعني أربع ألف سنة قبل الميلاد بعد أن الإنسان يستخدم المعادن قبلها كان لا يستخدم المعادن نهائيا وكان مثل هذا ومثل أي حيوان يستخدم أصابعه يستخدم رجله وهكذا وينقسم هذا 1400 سنة إلى عصر الحديد ينقسم إلى عصر الحديد وعصر البورنز عصر الحديد أربع ألف قبل الميلاد وعصر برنس خمسة ألف قبل الميلاد مصدر معرفة تاريخ تلك العصور وما يظهر من آثار وتبريرها بالقرائن ما مصدر معرفة الحقم الزمنية الحفريات من قسم الحياة في البداية القديمة 1750 مليون سنة الحياة القديمة 350 مليون سنة الوسطى 125 مليون سنة 1170 مليون سنة قالوا من الحفريات نرجع إلى التقسيم الآخر ونقسم الحياة من عصر معقبة التاريخ إلى ما نحنون الآن من أين هتوا هاي التقسيمات تلقى ثمانية ألف سنة وستة ألف سنة وربعة ألف سنة العصر الحجري ثم قسموا العصر الحديث إلى عصر الحديث وعصر القرانس من أين هذا؟ قال مصدر هذا من الآثار ويبررها بالقرائن من هنا كارينة من هنا كارينة وقالوا خلص واتفقوا الناس ويتفقوا على ما التاريخ فيما بينهم وقتبشي إذن عصور ما قبل التاريخ ثم عصور بعد التاريخ التاريخ ظهرت بعد اختراع الكتابة إذن عصر التاريخ متى؟ بعد اختراع الكتابة عصر ما قبل التاريخ الذي هو عصر الجليد والعصر الحجري تمام؟ عصر ما بعد التاريخ ظهرت بعد اختراع الكتابة ثلاثة الف خمسمائة سنة قبل ميلاد وهنا وجدت سجلات تاريخية ونقوش قريبت على الأحجار والمثلات. فهذا بعد اخترع الكتابة سميه عصر بعد التاريخ. لمعدة بدأ تستخدموا بدأ ينقش وبدأ الانسان يعمل علامات ورموز وصارت تحدد فترة الانسان هنا رموز وبعدها تشوف اللغات وبعدها وبعدها. اقسام العصور التاريخية العصر التاريخي نقسم الى عصر قديم ووسط وحديث. اذا انا تكلمنا عن حقبة الزمنية ثم تكلمنا عن قصر ما قبل التاريخ ثم عصر ما بعد التاريخ. عصر ما بعد التاريخ كيف نقسمه يقسم هكذا اقسام فترة التاريخ. علماء التاريخ يقسمون فترة التاريخ من تاريخ وجود الحياة الانسانية ويسمونها عصورا. عصورا. اذا علماء التاريخ يقسمون فترة التاريخ من تاريخ وجود الحياة الانسانية واحد. يسمونها عصورا اثنين. وهي على نوعين ثلاثة. هكذا تحفظ بهذه الطريقة. علماء التاريخ يقسمون فترة التاريخ من تاريخ وجود الحياة الانسانية. ويسمونها ماذا؟ عصورا. الحقبة الزمنية يسموها حقبة زمنية. هذه ثلاثة مليون وسبعة عشر مليون وحكذا. فالمغري في ملايين. لكن هنا يبدأ التسجيل ويبدأ الحفظ وتهتم بهذا الكلام. هذا علم التاريخ. الحقبة الزمنية هذا ليس قانون ولا تاريخ. هذا يرجع العلم الجيولوجيا والأشياء داخلها. اقسام التاريخ تبدأ من هنا اهتمام. علماء التاريخ يقسمون فترة التاريخ من تاريخ وجود الانسانية. الحياة الانسانية يسمونها عصورا وهي نوعين. مثلا قال في الاستبار قال علماء التاريخ يقسمون فترة التاريخ من تاريخ وجود الحياة الانسانية ويسمونها حقبة زمنية. قال. يسمونها عصور. والعصور نوعين. عصور ما قبل التاريخ. وعصور بعض التاريخ عندما نقول الآن أقسام العصور التاريخية تقسم إلى ثلاثة أقسام العصر القديم والعصر الرصيد والعصر حديث العصر القديم يبدأ من وقت بدء الإنسان يؤرخ الأحداث ويربطها بوقت معين إلى تاريخ الإنسان المبراطورية الرومانية إلى شرقي وأرد إذن أقسام العصور التاريخية تنقسم إلى ثلاثة أقسام العصر القديم يبدأ من نقطة بدأ الإنسان يؤرخ يستخدم الكتارة ويفتب التاريخ والأحداث كيف يؤرخ؟ يخرج تاريخ من الحدث للولادة الدولة الفلانية أو الملك معين المهم وجد رموز وأشياء وشفرات إن الإنسان بدأ يؤرخ ويحدد كتارة التاريخ يشمع عصر التاريخي هذا شمع العصر التاريخي القديم يبدأ من بدأ الإنسان يستخدم يؤرخ وانتهت متى؟ عند انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية في عام 496 ميلاد اثنين العصر البسيط ينتهي في تاريخ سقوط القسطنطينية على يد العثمانيين طبعاً كانت على يد من؟ محمد الفاتح رحمه الله الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في معنى الحديث أنها تفتحن القسطنطينية على رجل من أمريكا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه أوصاف جنودي وكان كل قادة الدولة العثمانية بكل مملكة القوة كلهم يحاول أن ينقلوا هذا القائد ولقاء العصر محمد الفاتح وهو الذي قام فتح قسطنطينية التي الآن اسمها إسطنبول أكبر مدينة في تركيا قدد سكانها 30 مليون نساء إذن العصر الوصيب ينتهي بتاريخ سقوط القسطنطينية على يدي العثمانيين طبعاً انقسمت الإمبراطورية إلى شرقية وغربية الشرقية عاصمتها القسطنطية والغربية عاصمتها رومانية التي عاصمة الرومانية الشرقية التي عاصمتها القسطنطينية سقطها العصر الحديث انتقل العلماء من القسطنطينية بعد تركيا إلى المدن الإيطالي ليبدأ عصر النهضة في المدن الإيطالية ومنها إلى ضرب أوروبا إلى عصرنا الحاضر طبعاً الدولة تحولك إلى دولة إسلامية من أراد أن يتحول يعيش يعيش والذي يذهب يذهب ولكن دولة لا تطر الأحد ولا في تصفيات ولا جمح ولا شيء وكانهم رعاية دولة يريد أن يتعبد في الكنيسة يتعبد يريد أن يذهب إلى الإسلام ويتحول إلى الإسلام لا إكراح في الدين ولكن أصحاب التعصر وصحاب المصالح لن يرضان يعيش في ضد دولة إسلامية وفرحة بسهم في تصارح فينتقل بعضهم إلى الدولة الرومانية طبعاً حتى بعض الحين في دولة التاريخ أنهم تطوروا التاريخ بماذا تطورهم عبارة عن شعوجون وأحبار وكرهان في داخل الكنيسة لا عند منهم المهم مصدر معرفة ذلك يعني نقدر كل شيء يتكلم ما هو مصدر معرفة ذلك عن طريق فكشافرات اللغات القديمية كالهيروغليفية والخط المسماري والتي كان مكتوبة على جدران المعابد والأثار القديمة إذن أقسام التاريخ القديم وصيط حديث القديم يبدأ من بدء تكتب الإنسان للتاريخ وانتهي في عام 476 عندما انقسمت الإمبراطور الروماني لقسم شرقي وغربي الشرقي عاصمته القسطنطينية والرومانية الغربية عاصمته روما الأصر البسيط انتهي بسقوط الإمبراطور الرومانية الشرقية التي عاصمت القسطنطيني عيد العثماني في عام 1453 ها تاريخ مهم جدا يحفظ 1453 دخلت القسطنطيني وإسطنبول في دين الإسلام وخارجه من الشعودة ومن جبروت الكنيسة ومن الدين المنحرف ودين الرهبان وعبات الرهبان لأن الدين عبارة لم يعد دين عيسى عليه السلام ولا هو دين الله الذي نزل عليه الذي هو عبارة عن رحمة وعبارة عن نور للبشرية بل صار دين ملك خاص الكنيسة والمستفيد من داخل الكنيسة الناس يصنعون الله طول الأسبوع يروح الخميس يوم الحد يعترف يقول له اذهب مغفورا لك ويدفع قرشان مرح دين محرفة كذا وعذكر الله والروح القدس وكذا إذن هذا التاريخ 1453 تاريخ مهم للمسلم بدخول القسطنطينية في دين الإسلام وصارت اسمها في هذه العام إسطنبول العصر الحديث انتقلوا العلماء من القسطنطينية بعد فتحها كما يقبلوا إلى إيطاليا يبدأ عصر النعضة في المدن الإطالي ونالي الغرب ورقبائي عصرنا الحاضر ما مصدر هذا الكلام يذكر قال أن طلبك شفارات المغاة القديمة الهيروغلوفية والخطة المسماري والتي مكتوبة على قدران المعابد والأثار القديمة أحد عنده سؤال أو إضافة أو يريدني أن تستفسر بشيء طبعا أو يكتب بسم الله انتقل إلى مضوع آخر ومصوم الحضارة طبعا تدريسنا ما عشنا ندرس طبيعينا بقدرس دارس 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 طبعا طالبا ذاكو وذي اتبعوه وحنا معاكم نمشي بالمادة بالشكل هذا أي شخص عنده شيء يسأل يوقف ما معنا كذا الذي يقدم الله معاكم الذي الله ينسل المهم أنه لازم تكونونتوا مركزين صح صحين جاذبين مرثوم الحضارة لغة الإقامة في الحضار الحضار والبادية الحضار والبادية المدينة والمكان المتطور الذي فيه الماء وفيه السوق وفيه الناس وفيه المستشفى يسمى الحضار والبادية عندما يكون هناك الغنم والبقر وغلاثة الجبل باقي الطرقات والتي يمع الناس ويعيش الناس كأفراد أو أسر قليلة جدا فالحضار الإقامة في الحضار واصطلاح علماء التاريخ يقولون كافة مظاهر رقي الإنسان وتقدمه مانديا وتقنيا وفنيا وعلميا بهذا الكلام يعني ليست البادية معناتها أنها هنا لكن الحضار في اصطلاح علماء التاريخ ليس كما في اللغوي اللي قام في الحضار واللي قام في البادية فلغويا مفهوم الحضارة أو العيش في المدن والبادية اللي فيها الغنم والروي والإشياء لكن اصطلاح علماء التاريخ يقول كافة مظاهر رقي الإنسان وتقدمه مانديا وتقنيا وفنيا وعليا يعيش في قرية وعيش في قدينة يعيش في دولة فقيرة في 30-40 مليون ويعيش على أرسط أساليب الحياة أو يعيش في قرية في رأس الجبل في دولة متقدمة في كل وسائل راحة إذن الحضارة على حسب مظاهر تقي الإنسان وتقدمه مانديا وتقنيا وفنيا وعلميا وليس كالمصطلح اللغوي التي دل على القرية والمدينة فرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي حضارة الشرب طبعا البشر كل أمة لها حضارة حضارة الصين حضارة العرب حضارة الشرب الأوساط حضارة المعسلمين حضارة الأنم كل أمة لها تاريخ والتاريخ لأيسا وكل إنسان هذا بالنسبة لما كان بشر نسجل الحضارة أفلانية الملات الحضارة أفلانية حضارة أفلانية حكا تاريخ ويأتي من قيامة كل واحد معه سجل الله وكل أمة معه سجدها التاريخ حكذا على مستوى البشر الإنسان العاجز البصين بالذي لا ليست الأرب كلها تسل انظر كيف يسجل ويحاول إصناع التاريخ ويحاول يسجل صغيرة كبيرة يعني كل شيء مسجل حضارة الشرب الحضارة القديمة في الوطن العربي مصر العراق الشار اليمن حضارة مصر القديمة حضارة وديمير تعرف بالحضارة الفرعونية وتبدأ من تاريخ تحريف الوحدة السياسية لمصر على يد الملك مينا طبعا هذه الأشياء عند المصريين حفظ الله غير عندهم شيء هوس في درس تاريخ وأيضا اهتموا في درس تاريخ أكثر شعب ممكن ما درس التاريخ شعب المتقر هم الشعب اليمني بسبب واحد عدم وجود الاستعمار طبعا سبب درس التاريخ في مصر والإراق والشام والمستعمار هو الذي جاء يبحث منقب في داخل الأرض يبحث عن العلم يبحث عن الكنوز ليس الكنوز فقط كنوز التاريخ ماذا تحت الترم ماذا عملت هذه الأمة ماذا يوجد في التاريخ هذه البلاد فيبحث لا يسأل عن المصريين أو الشاميين أو العراقين ولكن له هو وبالنسبة للسر التاريخي وحصل وكذا ما يضروا أن يعطيك ما حصل وماذا صارت أمتك القديمة وإكتاده لا مشكلة بالنسبة لها ولكن هو المستفيد الأول في درس التاريخ هو صاحب الفقر وأنت عبارة عن مستفيد فيما بعد إذن الحضارة المصر القديمة حضارة فادي النيل تعرف الحضارة الفرعونية تبدأ من تاريخ تحقيق الوحدة السياسية المصر على يد الملك ميناء من الذي حقق وحدة مصر الملك ميناء متى في 3200 قبل الميلاد حتى دخول الإسكندر اليوناني الأكبر من مصر في عام ثلاثمائة وثنين وثناثين إذن ثلاثة ألف وماتين إلى ثلاثمائة وثناثين هذا حضارة مصر القديمة وانتشرت في هذه الحضارة قواعد قانونية عرفت بالقانون الفرعون حضارة العراق القديمة بلاد ما بين نهرين لم تنعم بالوحدة الكغرافية هذا صفة عامة لحضارة العراق وشهدت عدة حضارات منها هذا طبعا نفس الخاصية عندنا في اليمن لم تتنعم بالوحدة بشكل عام إلا فترة تاريخية محددة وعلى يد ملوك محددين عندك السومريين من أربعة ألف إلى ألفين ثلاثمائة وخمسين قبل الميلاد الحضارة الأكدية من ألفين ثلاثمائة وخمسين إلى ألف تسمائة وخمسين قبل الميلاد طبعا كل أمة تأتي بعد أمة أخرى تضغط السومريين جاء بعدهم الأكديين ثم واصلوا تاريخ من عندهم بقتال وانتصار وتمسل هوية الأول في المائة الثانية واصل التاريخ حضارة بابل وهي اتحاد الحضارتين السومرية والأكادية الأكادية مع السومرين تكونوا حضارة بابل بدأت من ألف سمائة وخمسين إلى ألف وخمسين وواحد ثلاثم إذا الحضارة السومرية كانت أربعة ألف إلى ألف وثلاثمائة وخمسين وثم حضارة الحضارة الأكادية من ألف وثلاثمائة وخمسين إلى ألف وثلاثمائة وخمسين الحضارتين اجتمعت في حضارة بابل وهي اتحاد الحضارتين السمرية والآكادية والتي استمرت من 1950 إلى 1531 قبل الميام ما أشهر بهذا الملوك هو حامرابي وانتهت الاستيلاء الفرس على بابل في سنة 1833 يعني الفرس احنا مضاربة من أول تاريخ عدو العرب دائما عدو تاريخي انظروا طبعا أهم نقطة هنا عندك حامرابي وهذا يظل معكم دائما إلى نهاية دراسة تاريخ القانون وقواعد حامرابي عنده دستورة وقواعد قانونية ليست قانون جنائي قانون جياري هو قواعد قانونية واحدة ثلاثة تقرير معهم 103 قاعدة أو 300 قاعدة قانونية تسمى بقانون حامرابي وهي من أوائل القانون أو أوائل مدومونة القانون في تاريخ البشرية طبعا انتهت حضارة بابل باستيلاء الفرس في عام 539 قبل الميلاد مثل ما انتهت العراق بعام متى 2003 عند دخول إيران وأمريكا إلى داخلها حضارة بلاد الشان قديمة سوريا فلسطين لبنان أردن طبعا هذه تسمى بلاد الشام تقسيمها البريطانيين الفرنسيين هم يقسموها هذه الدول الوطن العربي كله ووطن الإسلامي كله كان يحكم بدولة واحدة بلاد الشام بلاد اليمن والحياس هكذا كان يحكم الوطن العربي ومغرب الدول العربية فيما بعد مصر مصر وسودان كانت دولة واحدة ودول المغرب كانت دولة واحدة والشام كانت دولة واحدة أو يحكمها والي طبعا عندما يحكم والي أو حاكم منطقة معينة لو قد حدث محددها بالملي أو شبك أو مقاط لا منطقة وغلب مرة يحكم العراق مع سوريا حاكم واحد مرة تحكم العراق لحالها وسوريا لحالها مرة تحكم المدزل العربي كامل على حسب قوة الدولة القائمة على كل واحد وقوة حضارة إلى دلشام القديمة هناك الكرعانيون والفلاقيون حضارات وزنية ثم اليهود كحضارة دينية وكلام طويل موجود ومفصل واضح في الكتاب لم أترغل خلاص موجود معكم ككلام طامح طيجتها نقدر فإذا حضارة بلد الشام تنقسم إلى حضارتين حضارة دينية وحضارة وثنية الحضارة وثنية طبعا مثلهم مثل العراق ومثل نصر كلها حضارة وثنية ثم اليهود كحضارة دينية في سوريا فلسطين ولها ولبنان والأردن طبعا حتى هؤلاء موجودين في كل الدول مثل بعض الحين التاريخ أو الكتاب التاريخ يتأثروا بالمدارس والمراجل في اللي يدرسوا فيها المعظم اللي بي أسسوا تاريخ ولي درسوا كلهم درسوا في فرنسا أو في بريطانيا حضارة اليمن قديم حضارة عرب الجنوب وهي بلاد اليمن طبعا عرب الجنوب اليمن كلها تسمى عرب الجنوب كل الجنوب العربي اليمن كلها وهي بلاد اليمن عرفة بالكحطانيين وهي أخصة بلاد العرب وعرفت عند اليونان بأرض السعيدة اسمها المعرفون باليمن الخضراء سميت اليمن نسبة إلى يمين مكة من أشهر من الدولات دولة معين من 1300 إلى 630 قبل الميلاد سبع 800 إلى 115 قبل الميلاد حمير 1015 إلى 628 ميلادي طبعا حمير رحت لا لحباش إلى أن حررها سيبن بيزن بالاستعانة بالفرس وظل حكمه من دخول اليمن إسلام وقرر النبي صلى الله عليه وسلم بادان على حكم اليمن بعد إسلامه هذا مفصر حضارة اليمن حل هناك شيء في هذا الكلام فيه حضارة الفرحنة والرعاق والشام اليمن التواريخ تحفظه أفضل يعني مثلا تكون أحد يقول لك دخول القسطنطينية في الإسلام ناس دور واسعة ألاف المسلمين تبحوا انتقلت من أمة الكفر إلى أمة الإسلام ما تعرف متى تاريخها أحتل الأحباش اليمن وراح بجودهم الفرس حاجة مهمة بالتاريخ يعني كتاريخك يمني لازم تحفظه التاريخ الثاني كمسلم شيء له مشاهر عندك يعني دخل العام في أدبيات وأناشد الوطني للدول الثانية الأمريكية والأوروبي نص الكلام يرمزوا إلى تاريخها ما تنتصروا ما تهتزموا ما تقتلوا ما تقتلوا البريطان هذه أشياء مهمة تاريخها ناس تدوروا أو قتلوا وألاف الناس ما تصاريح في التاريخ فيحفظ من بابك لك كشخص ليس الاختبار الآن تكلمنا عن حرارات الشر تكلمنا عن مصر والعراق والشام واليمن حضارة الوطني في التاريخ الأوروبية طبعا هذه القارة العيوز الذي هركت العالم والحرف النسل والعالم كله مسخر لها هكذا أرزاق أرض الخصبة تربتها أمطار وغزيرة كثيرة الأنهار فيها أشهر حضارتين أسرة في العالم الحضارة اليونانية والحضارة والحضارة الرومانية فمرت أوروبا بثلاثة عصور الرومانية قائمة على القانون اليونانية قائمة على الفلسفة والفكر والمنطق لكن الغزارة الأمطار وخصوبة الأرض والأنهار ليست سدر كل صغيرة كبيرة فيها المعيشة التي عوشتها ومستوى المعيشة والاقتصاد كلهم اعتمد على الصناعة والتجارة واستعمارهم للآخرين واستغلالهم بخير إذن حضارات الرومانية تتميز بأنها قائمة على القانون اليونانية قائمة على الفلسفة والفكر والمنطق هذه ميزة تحفظ خلاص أنت لن تدرس تاريخ القانون تدرس يكون عندك استيعاب من هو اليونان ومن هي الحضارة الأوروبية القديمة التي هي اليونان والرومان طبعا هما أشهر حضارات أوروبا تاليتان لحضارات الشرق مصر القديم والعراق القديم تأثرت بهم أداء أثورا كبيرة طبعا شك هذه الحضارات تاريخ دائمين عيدنسو هذه حضارات قديمة جاءت بعد حضارة الفراعنة وملاد البابل وحضارة الشام وحضارة الإيمان جاءت بعدها وأخذت مكتسباتهم هما استفادوا وتوصلوا ليهم من تطور وتوصلوا من اختراعات واستفادوا منها وانطلبوا الإنسان معلومة والتاريخ والآثر للبشرية كلها حقا حتى القواني العلم دولية ما يستطيع حاكم دولة يدمر قصر أو يدمر شيء من التاريخ في دولة هذه دولة يريد عمل شارع ما يحقق قصر حق البشرية كلها ليس قصرك فالتاريخ الملك البشرية كلها وانظروا كيف الحضارات الشرق كلها يستفيد منها حضارة الأرض وتسقط ويأتي عصر الضلام وتأتي الحضارة الإسلامية خاصة في العصر الوسيط عندما تدخل القسطنطيني المسلمون وما بعده حوالي ثمائة واربعمائة سنة ظل المسلمون في الكمة ومصدر العلم والرقي والأقلاق والنظافة والقيام لما كان المسلمون سيطروا على مناطق القسطنطينية ومصدر كانوا الأبناء الملوك والأغنية والأثرية في أوروبا يرسلون أولادهم إلى القسطنطينية إلى أندروس في الدراسة أندروس وكانوا في عصر الحيطاء وظلم لأن الكنيسة والشعوذة والأحبار والربع سيطروا وسخروا كل شيء لهم ودينهم المشعوذ ودينهم المهرة وخبط فلومان فقام الناس ثاروا على الهندرون وثاروا على الكنيسة وثاروا على العربان وانطلقوا للصناعة والتيارة لأن هذا كله كان محرم 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 تحريب الكنيسة تحريب كل شيء فماذا عملوا فهؤلاء الناس انطلقوا واستفادوا من العلوم في الأندروس كانت تطور في الأندروس واستفادوا من العلوم وهنا الآن الحضارة القديمة استفادت من حضارة الشرق القديمة وفي العصر ودون الحادثة استفادوا من حضارة المسلمين في الأندروس وفي مصف وفي الشام في الإستامان الثاني فدعينا التاريخ هكذا الناس يستعادون من الإسلام فلا يقولون نحن في الخلق نحن كلنا في الأمام في مرجع الخلق في مرجع الأمام الحياة دوارة والتاريخ يعني بسم الله فالحضارة الأوروبية القديمة أشارها حضارة الهيمنان الرومان قعد بعد حضارة الشر لمصف قديم العراق القديم تأثرت بهم تأثيراً كبير حضارة الأغريق أو اليونان كانت ألفين قبل الميلاد واستمرت من ألفين قبل الميلاد إلى مئة قبل الميلاد امتازتها بفكرها وفلسفتها ويقسمها المؤرخون إلى عصور ثلاثة العصر القديم من ألفين إلى سبعمائة قبل الميلاد العصر الذهبية والعلمي سبعمائة إلى أربعمائة قبل الميلاد العصر الهيلنسي من أربعمائة إلى مئة قبل الميلاد لم تقتصر على أوروبا بل امتدت إلى الشرق ومصر وانتشرت عن طريق كتوحات الإسكندر المقدوني الذي دخل مصر وانهى الحضارة الفرعونية حضارة الرومان حضارة الرومان جات بعد حضارة الأغريق وارثة حضارة الأغريق وسيطرت على أماكنها وعلى تاريخها وعلى علومها وواصلت تاريخ وارثة الحضارة الأغريقية بعد كانت رومان تحولت منترية إلى إبراطورية الرومان كانوا في روما مدينة مقدسة بن اسبهره تحولت هذه القرية المقدسة إلى إبراطوريا استولت على حول البحر المنتصف بالكامل ومرت بثلاثة أصور العصر الأولï العصر الملكي من ٧٧ قبل الميلاد إلى ٥٩٩ قبل الميلاد أما العصر الجيمهوري من ٥٩٩ إلى ٢٧ وعصر الإمبراطوري من ٢٥ إلى ٥٢٥ قبل الميلادين طبعًا عصر جيمهوري كيف؟ جمهوري في سمهوريا خمسمية قبل الميلاد كيف هذا الكلام الجمهورية هنا كانت طبعا ما معنى الجمهورية معنى الملكية الملكية يكون شخص واحد يقول أن الملك وابنه يأتي بعده وشخص يموت يأتي ابنه هذا حكم ملكي الجمهوري أن لا يحكم شخص يحكم مجموعة فكان هناك مجموعة أشخاص لهم وكان في المجتمع هم الذين يديروا دفة الحكم مجلس محدد يتخذوا قرار بالإجماع أو لهم طريقة معينة لكن الحكم ليس حكم شخص محيط فيسمى العصر الجمهوري استمر من خمسمية وتسعى إلى سبعة وعشرين قبل الميلاد انتشرت هذه الحضارة بفتوحاتهم العظيمة في الأوروبا والشرق الأوسط الشام ومصر طبعا ما تنفع الحضارة مجأتها كده حضارة قوية فيها دماء وفيها قاكل وفيها سحل وفيها طمس معالم وفيها انتها كلها لحق الناس فيها جرائم بشئة كان القانون غير موجود لا يوجد قانون دولي لا يوجد تعاون بين الناس لا توجد كل الأشياء التي موجودة الآن هي فعلة تاريخ جاءت لكن من قبل لا يوجد هذا الشيء الذي يستطيع أن يقتل يقتل ويأخذ الرجال والنساء والأمال وكل صغرتهم الكبيرة ثم ينسبها إليه ويمسح الآخر طبعا حضارة رومانية انتشرت بفتوحاتهم كما قلنا وانقسمت إلى إمبراطوريتهم الدولة البيزنطية في الشرق دامت حتى قضى عليها الوثمانين فانها قاسمة الغوستنطين عام 1453 إمبراطورية الفرينج الفرينجة اشتارت بالقانون الروماني والذي كان أساس لكثير من تشريعات في أوروبا وخاصة القانون الفرنسي الحضارة الأوروبية الوسطى إذن القديمة يبارعا حضارة الأغريق والرومان الأغريق والرومان ثم لا نتكلم عن الحضارة الوسطى أو الحصور الوسطى بدأ هذا العصر بالإحتاج التالي بالفصل بين الإمبراطوريتين الرومانية الشرقية وعاصمة كونسطينية والغربية وعاصمتها روما فاختفت الدولة الرومانية وحلت مكانها الكنيسة طبعا كان الحكم قبل الكنيسة المان للملك أو الأشخاص الذين يدونون دفت الحكم والكنيسة استثناء ليس في الأصل في العصور الوسطى صارت الكنيسة هي المحرك وهي الأساس وهي الملك الحداثة التي حدثت في هذا العصر إذن انقسمت الإمبراطوريتين الإمبراطوريتين الشرقية وغربية الشرقية عاصمة كونسطينيا والغربية عاصمتها روما الفتوحة الإسلامية لحول البحر المتوسط المسلمين دخل بحر المتوسط وسيطروا على البحر المتوسط بالكامل حاجمات البربر على الإمبراطورية الغربية وحتلالها في شبه القزيرة الإيطالية وصفة روما طبعا البربر مسلمون في غراصنا أو كانوا قادة جيش نظامي في الدولة الإسلامية أي ما كانوا المهم أنهم استطاعوا أن يكونوا المدن على البحر المتوسط وسيطروا على شبه القزيرة إيطاليا وأيضا استخدوا حتى روما في 478 ميلادي في هذا التاريخ بهذا تم تدمير النظام الاقتصادي والثقافي القديم فحل النظام الإخطائي اقتصاديا والكنيسة سيطلت ثقافيا ودينيا ومنعت الحرية الفكرية وألزمتهم بخرافات وتحريفات رجال الدين فظهر ما عرفه بالقانون الكنسي القانون الكنسي مثل ما مصدر العامة اللي عندنا في بعض المناطق عندما يطلع ثوار أو انقلابيين أو كذا يصدر القانون يخالف عن مساحة اللي قبلها وفي القانون الكنسي جاء بأشياء يعطي الكنيسة أكثر مصلاحيتها في الضرائب وفي القرار وفي اختيار الحاكم وفي كل شيء يعني حتى لا تكون أسرة حاكمة ومات الملك لا بد الكنيسة توافق على التغيير وتعطي الضوء الأخضر من هو من أولاد الملك الذي يكون الملك ومن لا يكون الملك الضرائب والحقوق والمالية إذن شاركوا في الدولة في هذه الأشياء فمسألة هي مصلحة هنا منعوا التفكير منعوا البتاح منعوا أي اختراع منعوا كل شيء فصمي هذا القصد لأصر الظلام والسبب الأساسي ليس انقسم الدولة ولكن الكنيسة كانت من معاول الهدم للحضارة في هذا الكنتباع ولهذا يحقدون على الدين ونقاموا ثورة على الدين واستطاعوا أن يقيموا دولهم بعد القضاء مع الكنيسة ويريدوا يصدروا هذا الكلام عن طريق الياعرب أو المسلمون الذين درسوا في في بلاد أوروبا يرجعون نريد أن نخلص مدين حتى نتحرر ونصل القمر ونخترع ونعمل لماذا؟ هكذا أن الأوروبين عملوا ثورة على الكنيسة وهو يريد أن يحمل ثورة على المسجد المسجد لم يمنع التفكير ولم يمنع العلم ولم يأخذ مقدرات الشعب ولم يسلم له الزكاة والضرائب المسجد المسجد للصرع بعد يصلي فيه الملك والعبد والصغير والكبير وليست السلطة الدينية لأجل المكاسب ولكن العقول قضلها برياء وهكذا الحضار الأوروبي الحديث بدأت كذورها من قرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي يعني من ألف اللي فعله مائتين وثلاثمية في غرب أوروبا المجاورين الحضار الإسلامية يعني في فرنسا وهذه الدول المجاورة للأندلس وفي هذه المجال الحضار الإسلام في الأندلس وتأثروا بها في مجالات عديدة وخاصة لمجالة البحث القائم على المنعجين العقلي والتجريبي من أقدم الناس في البحث والبحث العقلي والتجريبي هم المسلمون وخاصة الذين كانوا في الأندلس كانوا متميزون وكانوا مرجع العلم ومرقع الحضارة والتقدم التأثر بهما ديكارت وبيكون المقادة التحول والفكر في الأوروبي تأثروا بما كان في الأندلس منهما ديكارت وبيكون وبعد فتحه قسطنطينيا تأثروا على أيدي الثمانيين أيضا تقمع البقية إلى الأوروبا والنسيحيين والمؤترات اليونان والرومان إلى إيطاليا فأدى إلى نهوة المدن الإيطالية ما هي أهم العوامل العوامل الأطباء طبعا لماذا درس realize التاريخ مثلا خلاص تكلمنا بتقلمنا ثم ن��صر إلى أهم العوامل ما هي العوامل ما هي السبب منتكاسة ما هي السبب الإنتصار ما هو السبب من المفتاح ما هو سبب من الغلق ما هو سبب حلول الظلام الدامس هذه الأشياء تدرس وتعلم وتمنهج وتعطى للأجيال حتى يستطيع الناس ثلاثة إخطاء السابقين ويعرفوا ما هي سبب مفاتيح النجاح وينطلقوا لحياة فهكذا ما هي أهم عاملة النهضة الأوروبية تريد أن تعمل حضارة في الحضارة الأوروبية تريد أن تصل على قصة القمر تريد أن تصل على قطار تريد أن تعمل تبحث ما هي عاملة النهضة الأوروبية قال الأسبب هي استخدام مناجير أقلانية تكريبية التي أخذوها من عند المسلم إعادة اكتشاف التراث اليوناني الروماني بسبب أنه جاء الاجتماعوا كلهم في مكان واحد وبدوا يدرسوا تاريخهم وصلوا هزيمتهم وكيف الأعمال والمسلمين أخذوا عليهم وعرضوا وبدوا يدرسوا ويبحثوا عن سبب النص تحرف من الكنيسة وسلطانها وفصلها عن الدولة قاموا قومة واحدة ضد الطبيعة والكان والتحريف وقضاء على المشعوذين ليس على المشعوذين التي الكنيسة كانت يعبر عن شعوذة أما الدين كدين فهو أصلاً غير نود ليس دين هو عبارة عن كلام وخز عضلات بني أدم حرفوا دين الاكتشافات الجغرافية طبعاً عندما ينطلقوا الناس ما دم يتحاربوا في مكان محدد ويظلوا هذه حقي وهذه أرضي ويقاتلوا لا توسعوا فانتحركوا إلى دول أخرى ودوا بالتشاف العالم ودوا بالرحات الاكتشاف للشرق والغرب وهذه عدتهم السبقية في السيطرة على الأماكن والاكتشاف الخيرات والاكتشاف البشر والسيطرة على العالم من طريق هذه المداخل منهم بحث تجريبي والاكتشافة ترتيب أوراقها قاموا بالكتشافة الكنيغرافية ثم اختراع الطباعة يعني ليست دائماً سهل عند الناس بالطباعة والكتابة لتطوير كبير من التعليم وانشغل اختراع البارود للسيطرة على القوي هو الذي صاحب الكلمة وصاحب القرار وصاحب القرار فكانت البارود في قوة فتمت السيطرة على الطرق العالمية ومنابع الثروة والمواد الخام فصاحب البارود وصاحب الرصاص وصاحب السيف والرمح والخير فساعد ذلك في وجود النهضة الصناعية العظيمة والنهضة الفكرية والقانون القائم على الديمقراطية وحقوق الإسلامية الحضارة الإسلامية الدرس القادم إن شاء الله انتهينا الحد الآن عنده سؤال فيما طرح من سابق ما زلتم معنا القرب من مدخل الفقه تاريخ الفقه ليس الدراسة والنظر من زاوية أخرى أن تدرس هنا دراسة عن تاريخ أنظر متى بدأت الحضارة متى انتهت نسة والسقوط وما كده ومتى والحضارة هذه كله إحنا بدأت درس ما درس ثم كيف بدأوا في اختراع القانون ويدخال القانون كيف استأسر القانون هذا في الدولة ثم انتخيل الدولة الأخرى تاريخ القانون يعني التاريخ هو ممت أصلا لكن دراسة مدخل درسة القانون يعرفك بأساسية القانون يعرفك بأساسية القانون مصطلحات اهمنا اميرة جرداء عامنا غير اعامنا قانون الدولي القانون محلي قانون أسرة هذه المصطلحات الاساسية كلها درسة في مدخل درسة القانون وهي système설 وتعتبر الماذربورد او الارضي المشتركة لكل القوانين. يعني بقيت بس القانون جناعي ودرس القانون مدني ودرس كل القوانين طوال الاربع سنوات. لكن المادة الاساس الاول هي المدخل دراسة الثانون. دراسة تاريخ القانون هي ثقافة. ثقافة لك. انسان دخلت الجامعة يكون في فارق بينك طالب الثانوية. انسان تقرر هذه المادة يكون كنت انسان عادي. يكون عنوات كثيرة جدا عن تاريخ القانون. هو يعرف ما معنا قانون ومعنا شعور معنا تاريخ. وانتركزوا على كمية معلومات اخذناها في خلال ساعتين. وعادة احنا ما نخذ كل صغيرة الكبيرة وانت بحالة لوجد وقت الانتراسة كل صغيرة الكبيرة. ولكن هكذا الطالب الجامعي يجب ان يقرأ النفسي. لابد ان يقرأ. نحن نأتيك المفتاح وانت تقرأ. فالهنا انتهيت. من عنده سؤال. من عنده شيء. من عنده ملاحظات تطلب. اكتب. تكلم. تدي الله الكتابة. تدي الله الكلام. فاحنا في نعمة. تتكلموا كما تريد. اللي عنده سؤال يفتو. اه. قال السؤال ايش تنصحنا اقرأ مصادر الخارية تساعدنا في المادة. بالنسبة ما تخذ درس القانون ومطاريخ القانون اقرأوها فقط. اقرأها فقط. هي تساعدكم من فهم المواد الاخرى. اقرأها بالنعناع وبنفس من شرحة. ومركز واقرأ. لا تحفظ ولا تهم الحب وتهم التواريخ اقرأ بنفس. وبعد القراءة سوف يجد نفسك فهمت لكل صغيركم كبيرة وبقية القوانين سوف ادعمها. اه هي مواد اساسي باره. طبالي عنده شغال وعنده استفسار ممكن يتواصل من طريق الايميل. اعتبر كملنا الان. بس لهم. انتواصل ان شاء الله. ويقرأوا لا فيه سؤال اكتبوا اكتبوا سيئاتكم اطرعه في الخاص او اطرعه في العام او اتكلم. اه حتى يكون الترس اكثر حيوي اكثر استفيد من زميلك اكثر من صاحبك انتهى الدرس. سبحانك الله وحمدك ان شاء الله الى الان. نستغفرك وانا اشتركوا في القناة